يا جمهور الندي الأهل العظيم في كل مكان مساء الخير مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير النهاردة أخبار كتيرة معنا فقرات إن شاء الله مميزة هنتكلم عن فريقنا والمباراة المهمة اللي بتنتظره بكرة مع فريق الانتاج الحربي في الجولة السادسة من بطولة الدور الممتاز كمان عندنا متابعة لآخر استعدادات فريقنا للحدث المهم الحقيقة لكاس العالم للأندية عارفين إنه الأهل إن شاء الله هيلعب في كاس العالم للأندية صاحبة التاسعة في شهر فبراير اللي جاي في قطر قبل ما ندخل في أي تفاصيل الحلقة دلوقتي أرحب طبعا مبدئيا بزميل العزيز جدا أهلا بك يا سهام برحب بك وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان برحب بك حلقة جديدة من البيت الكبير زي ما احنا عارفين طبعا إن شاء الله النادي الأهلي بكرة عنده مقرأة مهمة جدا مع الانتاج الحربي ويمكن رغم يعني بدايات الانتاج الحربي الضعيفة في الدور النادي لكن دايما مباراة النادي الأهلي مع الانتاج الحربي بتكون مباراة مميزة طبعا تحت قادة الكابتن الكبير مختار مختار يمكن سنة الفاتة نفتكر إن الانتاج الحربي كمان قدر يتعادل مع النادي الأهلي واحد واحد قدم مستويات يمكن رائعة السنوات اللي فاتت الكابتن المختار مع الانتاج الحربي لكن قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا عايزة عارف حضراتكم النهاردة ان شاء الله برنامجنا ماشي ازاي النهاردة معنا في الفقرة الحوارية الاولى النقد الرياضي الكبير لأستاذ عزام شلتوت مستشار تحرير لموقع الكهير 24 الاغباري وحيكون معنا ان شاء الله في الفقرة الحوارية التانية اتنين من نجوم النادي الاهلي من نجوم القدامة للنادي الاهلي في كرة اليد كلنا عارفين خلاص مصر بتصديف نهايات كأس العالم لكرة اليد من 13 يناير ل31 يناير اكيد هنتكلم مع الكابتن هشام عبدالوهاب ده مدرب فريق 2002 في نادي الاهلي وكمان مع الكابتن الكبير محمد يحيا ده المدرب العام للفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي هنتكلم بقى هنتكلم على تفاصيل تفاصيل كتيرة للحدث العالمي الكبير اللي بتصديفه مصر في الفترة من 13 يناير ل31 يناير حدث كبير جدا العالم بيترقب هذا الحدث وانطلاق هذه البطولة الكبيرة ان شاء الله يوم الاربع وكواليس كتيرة جدا واحداث كتيرة عن كاس العالم لكرة اليد اللي مصر بتتصديفه للمرة الثانية في تاريخها هنتكلم على كل الكواليس واستعدادات مصر ولعبتنا ومنتخبنا نتكلم على المجموعات فده مهم جدا كمان ان احنا نرقى الضوء على مسابقة كبيرة جدا على مستوى العالم مصر بتتحدى الكثير لإقامة هذه البطولة طبعا انت النهاردة بتتكلم عن اندرار العالم كله اللي بتتجه حواليك بتتجه في مصر وفي ظل الصعوبات الكثيرة جدا اللي بتحوطك بتحوط العالم فانت يعني كبلد وصممت مسؤولين وانت تقيم هذه البطولة على أرضك فاحنا الحقيقة انا جدا فخورة ببلدي فخورة بآداء المسؤولين الحقيقة التصميم انه هذه البطولة تتم هنا على أرض مصر انت النهاردة كمان عندك المنتخبات اللي بتشارك في هذه البطولة طبعا العالمية وانا اعتقد الناس تفاقية كمان بكل يعني ما تحمله من ظروف وصعوبات وما الى اخرى بس انت بتتكلم كمان في حدث هيتتكلم عليه المنتخبات اللي هتشارك هنا في البلد طبعا احنا عارفين انه فيه اربع صلاة هتغطي هذا الحدث في مصر فلما تيجي تتكلم مثلا عن اي سيمة من المنتخبات اللي هتشارك النهاردة فده هيروح يروج لبلدك ويروج النهاردة التنظيم عامل ازاي البطولة عامل ازاي الاقامة طبعا اجراءات الاحترازية يعني تحدي كبير جدا تحدي كبير ومصر دايما خلي بالك سيمة دايما مصر بتبقى قد التحدي نفتكر بطولة الامم الافريقية كمان فيه 2018 2019 كان فيه بعد اعتذار كل الدول تقريبا الافريقية مصر في فترة وجيزة جدا قدرت تنظم بطولة اعتقد من اعظم البطولات على مستوى التنظيم النهاردة كمان او خلال خلاص ايام بتنظم بطولة كبيرة بطولة كاس العالم لكرة اليد الاول مرة كمان بشاركة 32 فريق وده تحدي اخر يعني عدل الفرق كانتقال لكن دلوقتي نتمنى ان شاء الله وانا متأكد على مستوى التنظيم على مستوى الاهتمام على مستوى كمان الفني يمكن لعبتنا هلنقصنا شوية الجماهير لكن انا متأكد ان شاء الله ان نكون يعني كده بطولة نجحة بجميع المقاييز طبعا هنتكلم فيه بالتفاصيل مع ضيوفنا اللي مشرفيننا النهاردة في اخر الحلقة في البيت الكبير بس طبعا بكرة بينتظرنا مباراة مهمة جدا مع فريق الانتاج الحربي زي ما قلنا والاهلي دايما بيلعب على الفوز وبيلعب على النقاط التلاتة احنا دلوقتي اول الدوري اول الدوري برصيد 13 نقطة الحمد لله ان شاء الله بكرة يبقوا 16 ونواصل التحقيق في القمة نحو اللقب 43 اللقب المفضل والحمد لله النهاردة برضو يعني عايزين اطمن حضراتكم للي ما تبعش صفوف الفريق بتكتمل النهاردة مروان رجع عمر سلية رجع النهاردة اطمننا على علي معلول بعد الكادمة اللي اتعرض لها في تدريب مبارح رجع بشكل كويس جدا والنادي اعلن ان كل اللعيبة كمان مسحتهم سلبية وربنا يوفقنا بكرة بإذن الله الحقيقة برضو قبل من نكمل الكلام على المباراة اللي بتنتظرنا طبعا مع الانتاج الحربي كابتن محمود الخطيب نهاردة كابتن بيب ورئيس النادي كان بيعقد اجتماع مع موسمان المدير الفني للفريق وده كان زي ما انتم شايفين في حضور لجنة التخطيط للكورة كابتن محسن صالح طبعا كابتن زكريا ناصف النهاردة كمان بيتواجد كابتن سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكورة والاجتماع النهاردة كان فيه مناقشات كتيرة جدا ما بين رئيس النادي والمدير الفني خاصة ايه اللي بيحتاجه الفريق في الفترة الجاية ايه اللي بيحتاجه على كافة المستويات النهاردة كابتن محمود كان بيؤكد خلال الاجتماع ده على استمرار دعمه والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني وانه بيوفر كل سبل النجاح وبيأكد على طموح الاهلي والمنتمين اليه انه يعني طبعا هذا الطموح لا يتواقف عند تحقيق اي بطولة سواء البطولة ديت هنا او في افريقيا صحيح كابتن محمود الخطيب يمكن اتعودنا يعني اكيد كابتن محمود الخطيب الموقف مش غريب عليه كابتن محمود الخطيب دايما بيسند الفريق بكل قوة كمان بيقوم بوجباته كمشرف عام عارفين كابتن الخطيب هو المشرف العام على الكرة وهو صاحب الملف في ملف كرة القدم في النادي الاهلي كمان يمكن كان مهم جدا في ظروف بيتكلم فيها على الصفقات المميزة يمكن اللي جات النادي الاهلي من طبعا الاعارة ولادنا اللي كانوا معارين لبعض الاندية مع صفقات الجديدة زي بدر بنون زي واتر بواليا اللي قدم مستوات جيدة جدا مع الجونة السنة الفات نتمنى له التوفيق كمان العناصر الموجودة دلوقتي وكمان استعداداتنا لكاس العالم للاندية مهم جدا ان المشرف على الكرة او رئيس النادي بحجم رئيس كابتن محمود الخطيب انه دايما بيتابع ملف كرة القدم دايما متواجد في الملعب حتى في التدريبات الاجتماعات مع موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيز واكيد لجنة التخطيط مع الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف ده شيء مهم وتوالي هذه المناقشات بتصمر على رؤية واضحة من خلال الرؤية الواضحة دي اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله لسه في صفقات كمان بإذن الله في الطريق احنا عارفين يا سيهام ان النادي الاهلي عنده على مستوى البطولات تحديات كبيرة جدا بداية بنتكلم على الدوري بطولة افريقيا السوبر الافريقي السوبر المصري كاس العالم للاندية فهذا الكم من البطولات بيحتاج دايما التدعيمات بيحتاج دايما اللعيبة المميزة واشراف الكابتن محمود الخطيب اكيد اسطورة بقرة القدم عارف بيتكلم في ايه مع لجنة القورة مع كابتن سيد عبدالحفيز مع موسماني نفسه بيحدد ملامح الفترة اللي جاية وده مهم جدا ان احنا دايما بنحضر من بدري وده صفقة النادي الاهلي دايما بنحضر من بدري وان شاء الله يعني نشوف النادي الاهلي يعني عشرين واحد وعشرين في ازحالاته بإذن الله ان شاء الله تقلق احسن من تقلق حتى عشرين عشرين بإذن الله بس طبعا احنا يعني لما بنفتكر كلمة يمكن قالها كابتن محمود الخطيب ان انتوا يعني وراكوا جماهير ما بتشبعش بطولات ودايما جعانا البطولات ومن بكرة هتسألكم على بطولة جديدة فده اللي احنا برضو يعني ده دايما الفريق والنادي بيسعى اليه وعينوا عليه باستمرار طيب نقطة تانية كمان ونقطة تانية افتكر انها مهمة نهاردة اتحاد الكورة بيعلن مواعيد مباريات الدوري المتازل الفترة الجاية من الجولة التمنى للجولة الاربعتاشر من البطولة فخليني كده يعني اقول لكم او يهمنا هنا ان احنا نعرف حضركم بمواعيد مباريات الاهلي من الجولة التمنى للاربعتاشر في الدوري احنا عندنا اقول الاهلي ان شاء الله هيلعب في الجولة التمنى مع فريق البنك الاهلي يوم الحد 17 يناير 17 يناير ده يكون على استاد حرس الحدود الساعة 5 بالليل الجولة التاسعة الاهلي هيلعب مع المقولين العرب وده يكون يوم الخميس 21 يناير على استاد ويسلام الاهلي ويسلام وهيكون برضو الساعة 5 مساء بعد كده في الجولة العشرة هنلاعب بيرميتز ده يكون يوم 3 يوم 26 يناير هيكون على استاد الدفاع الجوي الساعة 7 ونص بالليل وفي الجولة الـ 11 هيواجه الاهلي سموحة يوم 3 هيوافق يوم 16 فبراير على استاد الاهلي ويسلام الساعة 7 ونص مساء ايضا وفي الجولة الـ 12 هيلاعب الاهلي الإسماعيلي يوم الـ 14 مارس على ملعب برج العرب في اسكندرية برضو ساعة 7 ونص بالليل الجولة الـ 13 هنلاعب أمبي على استاد بيتر سبورت يوم الخميس وده يكون يوم 22 إبريل وبعدين الاهلي هيلاعب طلاق على الجيش في الجولة الـ 14 هيكون موافق يوم حد إن شاء الله 28 فبراير على استاد الاهلي ويسلام أيضا الساعة 7 ونص مساء أكيد طبعا زي ما احنا شايفين المباريات متلاحقة بشكل كبير جدا وطبعا النادي الاهلي مش هيلاعب أكيد مباريات محلية خلال بطولة كاس العالم الأندية في قطر أكيد هيتم تأجيل مبارياته في الفترة دي التقلق لمحمد صلاح وكمان خلي الثقة في النفس محمد صلاح ما شاء الله وصل لدرجة عالية جدا جدا من الثقة في النفس النهاردة بيعمل إنجاز آخر أنه بيحصل على أجمل أهداف شهر ديسمبر لرابع مرة على توالي كل توفيق طبعا للنجمينة الكبيرة محمد صلاح بس أقول لك على حاجة مش حاسة سعيد مش حاسة مبسوط وحتى لقت دي الهدف الأخير اللي جابه في أستون فيلا لما جابه حتى ما احتفلش كالعادة وبطريقته بدحكته كده لما يعني بدحكت كده عارفينها بتاعت محمد صلاح يعني آه صحيح نجاح متكرر تقلق كالعادة بس مش حاسة سعيد ويمكن ده من وجهة نظري اللي بيعزز الإشاعات يعني موضوعين موضوعين يمكن ممكن يكون محمد صلاح بيفكر فيها موضوع الشارع واللي يمكن يورجن كلوب تلع وشرحها دي النقطة التانية اللي هكلمك فيها النقطة التانية وجوده خلاص هو يعني بيفكر دلوقتي ايه الموضوع وخلي بالك الموضوع في ايديه لكن هو بيفكر في طموحات جديدة هل أخده طموحات جديدة في دور جديد وخطوة جديدة بالنسبة له أو هكمل في ليبر بول احنا عارفين طبعا ليبر بول يعني بيقضي فيها أربع سنوات من أجمل أربع سنوات في تاريخ محمد صلاح فكل دوت ممكن يكون بيفكر فيه لكن الإيجابية والبروفيشنال الموجود أنه ده ما بيأثرش على أداءه يعني ممكن أن يكون أداءه بالزبط وبيقدم بشكل أكثر من راعة بيهدف بيسجل بيعمل أسست متواجد في الملعب بشكل كبير وانت عارفة كمان في المباراة دي كان قاعد احتياطي فنزل بيقدم مباراة جيدة جدا بيحرز هدف وبيعمل هدف فمحمد صلاح يا ربنا يوفقه وإحنا نشوف خطواته ده احنا دايما سبورت لمحمد في أي خطوة يحبه طبعا موضوع الشارع دوته في ميدلند الدنماركي والدول الشاب يعني المفروض أصغر منه تقريبا أرنلد أصغر من محمد طبعا من أصغر اللعيبة الموجودة في اللي بالكولي فده يحققه أنه يقدر عليه أو يدايق يعني احنا نفس بشرية برضو يا جماعة احنا نفس برضو من محمد صلاح نرجع تاني لأخبار الأهلي وفي إطار الاستعدادات لمباراة الإنتاج الحربي اللي هتنطلق بكرة الفريق بياخد ميران خططي اليوم ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي طريقة اللعب اللي بيرغب في تنفيذها خلال المباراة منهاردة موسماني حارس كل الحرسة على تنفيذ الجزء الخططي داخل تدريبات الكرة منح تعليمات خاصة في الشق أكيد الهجومي أكيد طبعا هو بيتابع كل صغيرة وكبيرة وإحنا زي ما شايفين كمان اللعبة المفضلة دلوقتي لعبة الكرة في العالم كلها هي البنك بونك بالرجل بس دي بيبقى جزء ترفيه كده بيخرج اللعبة من الضغوط لكن يعني كمان عقد موسماني المدير الفني النادي الأهلي كان عادة محاضرة فنية مع اللعبة قبل تمرين اللي كان موجود النهاردة في عصر النهاردة العصر في ستادي التيتش كمان موسماني كان بيكلم مع اللعبة جوانب كتير جدا جدا على النواحي الخططية عارفين طبعا أن ده مهم جدا أن كل مباراة بيكون لها إجابيات وصبيات المباراة اللي فاتت أعتقد كانت مباراة جيدة جدا خاصة في الشهود التاني بيشرح فيها إزاي تغيير الخطة لعبنا بربعة تلاتة تلاتة طب هنلعب بربعة تلاتة واحد كل الجوانب الخططية دي بيكلم فيها موسماني مع الفريق لأن زي ما قلنا إحنا الفريق بيستعد المباراة مباراة مهمة في مشوار إن شاء الله بطولة الدوري المباراة هنشوف إن شاء الله زي ما أنت قلت في عودة بعض اللعيب عامر السولية رجع من كورونا وبيتمر مع الفريق مروان رجع طمين على علي معلول فإن شاء الله بإذن الله مع التدريبات والنهاردة دايما التدريبات بتكون خططية وبدنية أقل شوية كمان محمد هاني من ساشن محمد هاني كمان رجع بعد فترة غياب طويلة محمد هاني كمان بيرجع لقايمة الفريق وبالتالي كل الأسلحة متواجدة كل الأمور الفنية والبدنية يعني الحمد لله جاهزة للمباراة إن شاء الله بإذن الله طيب النهاردة برضو يعني يعني أكتر اطمئنانا طبعا وإحنا بنتكلم عن دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكورة القدم في النادي اللي بيعلن النهاردة سلبية المسحة الطبية اللي أجرها الفريق كله مبارح طبعا بنستعد لمواجهة الانتاج الحربي زي مقولنا بكرة في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورة الممتاز النهاردة اللعيبة بالجهاز الفني أجروا تحليل راب التست وفقا لبروتوكول الطبي طبعا المتابعة قبل المباريات الرسمية ديت وفي ظل طبعا زي ما احنا عارفين احنا النهاردة بنتعايش مع كورونا فيروس الأهل إميرانو الأخير بكرة العصر عصر النهاردة سوري وبيعلن المدير الفني موسماني قيمة الفريق اللي بتدخل فيه معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بكرة إن شاء الله إن شاء الله كمان الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا ده بيأكد سلبية المسحة الحمد لله المسحة طبية تانية اللي أجراها مروان محسن مروان محسن بيجري المسحة تانية الحمد لله جات سلبية اتأكد من جهزته طبيا للمرحلة اللي جاية قال طبيب النادي الأهلي إن مروان جاهز للفترة اللي جاية هيخضع طبعا قضع المسحة أولى كانت سلبية تم إجراء مسحة تانية الحمد لله وده طبعا لاتمقنان على جهزية مروان والحمد لله كانت المسحة سلبية وبالتالي مروان الحمد لله يعني بيشارك كمان في التدريبات لكن أكيد هكون في تدريبات تأهلية يعني دايماً اللعيف أثناء كورونا بيبقى يعني طبعاً في عزل شوية لكن لما عودته إن شاء الله يعود سريعاً بيكون في بعض الجلزات في الجيم بيعمل بعض التدريبات البدنية هيستجمل برنامجه التأهيل بالجريح حول الملعب وهينافس بعض الفقرات التأهلية تحت إشراف طبعاً الجهازة طبي ده قبل ما يخش إن شاء الله للتدريبات الأساسية مع الفريق بإذن الله طيب العالي معلول كمان النهاردة عالي طبعاً يعني لاعب الفريق الأول لكورة القدم في النادي النهاردة كان في المران الجماعي اللي كان بيتلاعب النهاردة العصر على ملعب التاتش بعد ما خضع لفحص طبي قبل التمرين النهاردة كان فيه تأكيد من جهازيته عارفين إنه معلول بتعرض لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكورة اللي كانت مبارح الجهاز الفني أو الجهاز الطبي فضل خروجه من المران قبل نهايته كإجراء طبعاً احترازي وإن شاء الله برضو يشارك بكرة بإذن الله طبعاً مهم جداً عالي معلول من الأوراق الربحة والمهمة جداً جداً في فريق النادي الأهلي بيقدي مستويات أكتر من رائعة وطبعاً راحته والحفاظ عليه ده مهم جداً إن شاء الله المشوى لسه طويل وعالي معلول من اللاعبين المميزين جداً في النادي الأهلي موسيماني خلاص أعلن قائمة الفريق اللي إن شاء الله بتستعد لإنتاج الحربي بكرة إن شاء الله أقول لحضراتكم القائمة محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير حراسة المرمى أحمد رمضان بيكم حسين الشحات رامي ربيعة سعد سمير ياسر إبراهيم محمود كهربا حمد فتحي محمد شريف وليد سليمان أيمن أشرف بدري بنون أليو ديانج طاهر محمد طاهر صلاح محسن محمد مجدي أفشا علي معلول بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني دي القائمة إن شاء الله المتواجدة بكرة بإذن الله في مباراة الإنتاج الحربي كل التوفيق رجوع محمد هاني مهم جدا وجود علي معلول مهم جدا بنتكلم على سبات بدري بنون بنتكلم كمان على محمد شريف يعني إن شاء الله قائمة أعتقد يعني مع التشكيلة تشكيلة المناسبة للمباراة وإصرار اللاعبين إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله هقفوز بكرة على إنتاج الحربي يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله طيب أنت قلت كابتن هاني ذكرتك قيمة النادي الأهلي لمواجهة الإنتاج بالنسبة لفريق الإنتاج الحربي بيدم طبعا جهاز فني على أعلى مستوى الحقيقة وبقوده طبعا المخدرم كابتن مختار مختار اللي اختار قيمة فريق المعسكر مغلق مساء اليوم لتنين استعدادا لمواجهة الغد قدام الأهلي قيمة الإنتاج ضمت عشرين لعب نقول لحضراتكم سريعا كده زي ما انتوا شايفين على الشاشة أحمد يحيى محمد عصامل الغندور في حراسة المرمى علي فتحي محمد بازوكا باسم مرسي معاذ الحناوي الساد الشبراوي إبراهيم عبدالخالق علاء سلامة أحمد عفيفي مصطفى الجمل مصطفى البدري محمد الشبيني محمد طارق أبو العز محمد عبد المجيد محمود رجب غنام محمد عبد الرحمن شيكا محمد فييرا حسن يسين ده طبعا قائمة الانتاج الحربي وزي ما انت والت سيام الانتاج الحربي دايما بيقدم مباراة جيدة على المستوى الفني أمام النادي الأهلي معها جهاز فني على أعلى مستوى مواجهة قوية جدا ما بين فريقين كبار أحد أكثر من رائع ما بين اتنين مدربين نتكلم على موسيماني بيقدم موسم لغاية دلوقتي أكثر من رائع والكابت المختار مختار اللي بيعمل خلال الأربع سنين الفاتو بيعمل طفرة مع الانتاج الحربي رغم تراجع النتائج في بداية هذا الدوري لكن كابتن مختار من المدربين العظام تعالوا نشوف تفاصيل أكثر عن النادي الأهلي استعداداته لمباراة بكرة نشوف تقرير كمان عن المواجهة المرتقبة بكرة ما بين موسيماني والكابتن مختار مختار أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي غدا ثلاثاء وعقد المدرب الجنوب وإفريقي مخاضرة بالفيديو مع اللعبين قبل انتلاق الميران التي أقيم عصر اليوم على ملعب التش وحرص على الحديث مع اللعبين في الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي وشرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة وركز الجهاز الفني للأهلي في ميران اليوم على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الانتاج ومنح تعليمات خاصة في الشق الهجومي وشهد الميران الأخير اليوم مشاركة علي معلول بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعدما تعرض لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة التي أقيمت يوم أمس وفضل الجهاز الطبي خروجه من الميران قبل نهايته كإجراء احترازي وجاءت نتيجة رابط أست التي أجراها الفريق أمس وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية جاءت سلبية بجانب الاطمئنان على المسحة الطبية الثانية التي أراها مروام محسن أيضا والتي جاءت سلبية مثل المسحة الأولى عقب تماثله للشفاء ودخل الفريق الأول لكرة القدم معسكر مغلقا عقب ميران اليوم استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة حيث يبحث المارد الأحمر عن استكمال انطلاقته القوية في بطولة الدور الممتاز تأكيد استعدادات على قدم من وساق وفي حالة تركيز الحقيقة كبيرة جدا في معسكر الأهلي قبل خود لقاء بكرة فإن شاء الله كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي أخبار الأهلي خلصت لسه مستمرين معاكم فقرتنا الأولى ولكن هنروح لفاصل سريع جدا وبعد الفاصل نتابع كل الأخبار والكواليس على السحل العالمية البيت الكبير بجدد بحية بحضراتكو ولسه مستمرين في البيت الكبير وأخبارنا وحنقود دلوقتي فيه طبعا جولة حول الأخبار العالمية هنتكلم على خبر يمكن استوقف الكثير مننا ويمكن تحديات كرة القدم واللعيبة اللي بتعمر في كرة القدم وبتعمل أرقام كياسية بنتكلم على رونالدو وميسي لكن كمان النهاردة معنا خبر بالملك كازو يوشي كازو يوشي ده لعب ياباني شهير نجم منتخب الياباني السابق وللنهاردة بيجدد عقده مع فريق يوكوهاما افسي الياباني لمدة سنة الموسم الجديد هيكون الموسم رقم ستة وتلاتين ستة وتلاتين موسم لكازو يوشي في الملاعب هيكون عمره في فبراير اللي جاي اربعة وخمسين سنة تخيل معنا اربعة وخمسين سنة انا زعلان عيك يعني اكبر مني لسه بقول لي سام اكبر مني بسنتين لكن مش المفروض كنت تكمل يعني المفروض لو انا في اليابان لا لا بيكمل اربعة وخمسين سنة تخيلوا هذا العمر ولسه عنده كمان بيجدد عقده لمدة سنة كازو من الأساطير في كورة القدم اليابانية واحد طبعا فاز مع منتخب اليابان كاز اسيا سنة اتنين وتسعين بخلاف بطولات كتيرة جدا محلية وعديد من البطولات وبدأ مشواره مع كورة القدم يمكن كمان الغريب انه بدأ في سانتوس البرازيلي بدايته كانت سنة ستة وتمانين مع سانتوس البرازيلي لكن النهاردة كازو يوشي بيقدم نموذج كبير جدا الناس هتفتكر الحضري طبعا الحضري من طبعا أساطير قر الحراس المرمى على مستوى العالم ومسيرة أكتر من رائعة لكن بنتكلم على لاعب يعني بلاير فيلد لاعب في الملعب بيقدي ولسه كمان أحرز هدف مع فرقوته ويمكن الأسبوع اللي فات فبنتكلم على أسطورة فعلا حية يصل لسنة 54 ومازال يمارس كرة القدم تعالوا نشوف هذا الملك اليابان كازو يوشي ده اللي بيأكد فعلا أن العمر مش مدرد رقم يا جماعة وده الحقيقة لاعب استثنائي وبيأكد دايما الكلام اللي احنا بنوعد نقوله هنا أنه الكرة القدم ديت بالعطاء عمرها ما كانت بالسنة أبدا أبدا صحيح 54 سنة ده رقم كبير جدا وخاصة بنتكلم لوح راسة مرمى نتكلم ممكن أربعين اتنين واربعين النهاردة عبد المنصر بيقدم مباراة جيدة هو في سنة 44 سنة لكن لعيب يصل لهذا المركز أنت بتحكي أنا قلت له في الفاصل أنه بيأكل سوشي كتير يعني هو أكيد السوشي مساعد وأنه محافظ على جسم أو محافظ على شكله فأكيد طبعا التغذية تفرق السوشي مهم وانا ما بحبوش الحقيقة يعني بكراه المهم يعني فالنهاردة وريال ده طبعا مهمة يعني الواحد بيجيبكو بيجيبكو بيتي الشاي ده رقم بيجاو يعني فنروح لهولندا أو نروح للهولندي رونالد تومن المدير الفني البرشلونة القائمة طبعا اللي هيخود بيها مباراة ريال سوسيدات في نصف نهائي سوبر الأسباني الأرجنتيني اللي المسي النهاردة بيجي على رأس القائمة اللي أعلنها كومن المباراة يكون يوم الأربع بعد بكرا إن شاء الله نصف النهائي الآخر مباراة قوية جدا بين ريال مدريد وأتليتيك بلبا والخميس طبعا اللي جاي كل التوفيق ليهم طبعا هما من ساعة مواصلوا مالجة وهما محبوسين بالسبب التلج أكيد من المنتظر كمان كلاسكو ريال مدريد وبرشلونة يكون في نهائي سوبر الأسباني ده منتظر لكن خلينا نروح للإيطالي كارل أنشلوتي طبعا ده المدير الفني لفريق أفرتون للإنجليزي اللي بيعلن النهاردة عن غياب النجم دومينيك اللوين عن الفريق المدة بتتراوح ما بين 15 من 10 إلى 15 يوم إحنا عارفين اللوين تعرض لإصابة في أوطار الرجبة وكان صعب جدا يلحق ماتش أفرتون وويلد هامتون أفرتون طبعا إحنا عارفين بداية أكتر من رائعة في البريمير ليج النهاردة بنتكلم على أفرتون يحتل المركز السابع بترتيب البريمير ليج برصيد 29 نقطة طيب نروح طبعا النهاردة نادي باريس سان جورمال فرانسي بيعلن مشاركة البرازيلي نمار في التدريبات الجماعية من جديد النهاردة النجم البرازيلي نمار بتعافى من الإصابة في كحل القدم تعرض لها خلال مباراة أولامبك ليون يوم 13 ديسمبر اللي فات ده والإصابة دي كانت حرمته أو حرمت باريس سان جورمال من جهوده في خمس مباريات متتالية ضد لوريان ليل وطبعا وستراس بورغ وستراس بورغ وستراس بورغ وستراس بورغ وستراس بورغ طبعا عودته طبعا عودة جيدة جدا احنا عارفين طبعا من اللعبة المميزة جدا جدا نمار نروح للأرجنتيني سيموني ديجو سيموني المدير الفرني لأتلاتيكو ومدريد بقال النهاردة وصول المفاوضات مع نادي أولامبك ليون الفرنسي لمرحلة متقدمة جدا للتعاقد مع موسى ديمبلي موسى ديمبلي عم يعني كان عارفين يعني سيموني دايما متحفز شوية عن الصفقات ودايما الصفقات بتمر بدون أي أحاديث صحفية لكن النهاردة المفاوضات ظهرت في الإعلام مرحلة متقدمة من التفاوض معه ده طبعا حسب التقرير الإعلامية ديمبلي حينضم لي أتلاتيكو ومدريد على سبيل العارة يعني لغاية نهاية الموسم الحالي طبعا بدل ديجو كوستا طبعا نروح لبلد الألمانية دي الصحيفة شهيرة جدا في ألمانيا النهاردة كانت الصحيفة دي بتتكلم عن انضمام عمر مرموش عمر مصري لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي في الفيسفورج طبعا لصفوف نادي سانت باولي وده الخبر اللي اتكلمنا يمكن عنه هنا الأسبوع اللي فات مع عمر البنوبي بلد قالت ايه؟ قالت ان انضمام مرموش النهاردة خطوة مهمة جدا لسانت باولي علشان يهرب من شبح الهبوط هو سجل أول هدف مع سانت باولي في المباراة اللي فاتت وكانت ضد فريق هوليستن كله ودي طبعا كانت مباراته التانية والأولى بشكل أساسي مع فريق الجديد وطبعا ده يعني خبر مهم جدا جدا اعتقد صلة الدوق على محترفين صحيح يعني اشنا بنكلم على واحد محترفين هو والد صغير بيلعب طبعا في بولوسبورك بولوسبورك من الأندية الكبيرة في البوندزليجا النهاردة بيطلع عارة لسان فاولي كمان لما كلمنا هنا في البيت الكبير وقلنا ان البوندزليجا اتنين او الدرجة التانية في ألمانيا مستويات عالية جدا واحتكاك اكتر من الرائع اول مبروة قدام فريق كيل برضو من الفرق الكويسة بيحرز هدف النهاردة عمر مرموش كمان النادي بيقول انه هو صفقة ربيحة جدا ويمكن اعارة زي ما النادي الاهلي السياسي النادي الاهلي بيعير بعض اللعيبة واحنا شفنا اخر اعارة احمد ياسر ريان وعارته النادي سيراميكا البروميسنج فليير عمر مرموش بيقدم مستويات اكتر من رائعة في الدوري الالماني ولد تالنت صغير في السن يعني نتمنى ان شاء الله كمان يلاقي الرعاية من منتخب بلده احنا عندنا منتخب ان شاء الله بيستعد لتصفيات كاس أمم أفريقيا وكاس العالم عمر مرموش يستحق ان يتواجد مع منتخب مصر ويكون لدور ويكون لدور لانه ولد كويس وهو كمان على يعني هو كان على المستوى الاحترافي مؤهل ولد بيدرس كويس بيكلم لغات وده مهم جدا في عالم الاحتراف خد الخطوة بجدية جدا مع سان باولي ويقدم مباراة على الأعلى مستوى اعتقد مع نهاية السيزون والتارجت بتاع سان باولي ان هما يعودوا في البندس بريجا 2 ويعودوا في دوري الدرجة التانية اكيد هيكون لي دور كبير جدا ويردع كمان لبولسبورج من الأندية الكبيرة في ألمانيا طبعا بكده خلصت فقرتنا الأولى هنروح لفاصل بعد الفاصل نستقبل ناقد الرياضي الكبير الأستاذ عسام شلتوت وحديث مهم جدا في الأضايا والموضوعات اللي تخص الصحة الرياضية في البيت الكبير برحب حضراتكم مرة تانية اول فقراتنا الحوارية في البيت الكبير النهاردة مع الإعلامي المتميز والناقد الرياضي الكبير والمستشار التحريري لموقع القاهرة 24 الأستاذ عسام شلتوت أهلا بك مساء الخير عليك يا أستاذ عسام مساء المورة كابتن الزاحد رأيكو طبعا كل جمهور مصر وجمهور قناة النادي نرحب بك في بيتك في البيت الكبير أولا كل سنة وانت طيب سنة إن شاء الله سعيد علينا كلنا يا رب ربنا بقى يرفع الغم يا رب عن البلاد والعباد والعالم كله يا رب يكون سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله يا رب أستاذ عسام أحكلم أحضرتك في ملفين مهمين جدا أنا أتكلم أكيد على ملف الدوري العام ومشوار النادي الأهلي اللي لغاية دلوقتي الحمد لله إحنا على قمة قمة الدوري وبكرة عندنا مباراة مهمة جدا مع الإنتاج الحربي رؤيتك لمباراة بكرة ومن خلال من خلال تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي رغم تعصر يمكن بدايات الإنتاج الحربي في الدوري السنادي شوف هو ماتش طبعا يعني له مدلول خاص مش بس بالنسبة لتاريخ الناديين من صعود الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لكن لأنه النادي الأهلي في ظل يعني بدء الموسم اللي هو متلحم مع موسم آخر يعني وارجوع صفقاته وانا مسميها صفقاته لأن عجبني قوي المسلث الفني كابتن حمود الخطيب مفوضا عن مجلس الإدارة والسيد بيتسو لأنه عرفت أنه هو بيحب يسمع بيتسو ميش موسماني وطبعا كابتن محسن صالح هو اللجنة كابتن زكريا وكابتن بيبو الصغير لا ده عامل منظومة عوضت فكرة المدير الرياضي اللي هو الطرح المحتل مئة بالمئة يعني وبالتالي بات يعني مسألة استقطاب عقود جديدة للعبين الفريق وبالتالي مع دخول العناصر دي بدأ الراجل يعمل تولفته النهائية استنى لما الصفقتين اللي كان يعني متحفز أو متحمس ليهم طبعا وده اللي بيباين اللي بقوله حضراك وللجمهور طبعا أنه فيه يعني حاجات مجدولة بدأ من سيرينيو وبعدها المهاجم اللي فيه فرنسا بس الاسم الدولي يمكن دولي وصل بوالية واللي يمكن الجمهور ما يعرفوش قوي أنه هو كان فعلا حطه في قيمة من يفكر فيه أنه هم يبقوا موجودين كسترايكر أو مهاجم أساسي استكمال الشكل ده قدام مسيماني أريحية هتبدأ تباد إحنا متفقين أنه الراجل لما تولى المهمة ما كانش عنده التوقف طويل يقدر وحضرك عارف أنه ده مهم يقدر يعمل فيه فترة إعداد مش بس عشان البدني ده ممكن يعوض بالأجهزة الحديثة وإنهم عامو الدين وكذا فبقى زي زمان لابد من حاجات وربعضية كده تجروا شوية ومدرجات يعني الحياة بقت أكثر علمية يعني لكن هنا بقى فكرة الماتشات التجريبية تطبيق أكثر من طريقة الخطة اللعب ده كان بيحتاج فترة اللي ما يسمى بالماتشات اللي ما تعورش اللي قال الماتشات الوداية أما وإنه ما فيش فهو خد بالأقوام والمتاح وبدأ يعمل الروتيشن ده المرة دي مش لراحة وفقط ولكن لتثبيت يعني فكره مع لعبته صحيح ظهر ده واضح جدا لكن واضح أنه لازال عنده بالنسبة له مشكلة فنية في فكرة عدم الإحراز من النصف فرصة أتصور أنه سيد يعني بيتسو هيشتغل على الحكاية دي فكرة أنه كيف يحرز المهاجم حين تسنح له فرصة يعني كاملة الأوصاب وبالتالي المباراة دي بالنسبة له بعد تعادل هو شعر وقتها أنه ما ينفعش كان يتعادل لكن مع ودي دجلة بالضبط مع دجلة إنما الرجل ده في ميزة إنه بياخد من ده ويخلي ده حافظ للعبين ما علمته إنه فرجهم تاني على الماتش ووراهم بعض ما يمكن أن يكون ملاحظات ثم عمل أداء فيه تأسيمة بعدها بنفس الطريقة عشان يوريهم كان لازم نعمل إيه وما تعملش وبالتالي لا ماتش ليه مدلول خاص عند المدير الفني زي ما ليه مدلول خاص عند الطلاقة اللي عايز يعني يعمل جيم كبير قدام النادي الأهلي وهو غالبا في مواسم يعني سابقة كان بلغة الكرة بيحجر شوية مع النادي الأهلي إنما أعتقد إن السيد بيتسو مستعد المباراة حتى لو يعني ظهيره الأساسي علي معلول موقف رجله طبعا مش هيعمل أزمة للراجل لأنه الراجل بدأ بفكر الشراء للأماكن بيدور على الناس اللي تقدر هاخد من كلام حضرتك وبالنسبة للشراء هنرجع تاني المباراة لكن جزئية مهمة جدا وملازمة الناس برضو تفهمها إن المسلس اللي حضرتك تكلمت عليه ده مهم جدا وجود كابتن محمود الخطيب على المسؤول عن ملف كورت القدم مع وجود المدير الفني ومدير الإداري كابتن ساب الله حفيز مع إدارة التخطيب المعروف إنه دايما بيكون في في أجندة وفي لستة بالنسبة للصفقات النادي الأهل عيز طبعا حضرتك تكلمت على طبعا نجم جنوب أفريقيا أو سانداونز سيرينو لكن خلينا نتكلم أن كمان ما بتبقاش الأجزاء الفنية هي العامل للفايصل في الموضوع بيبقى في جزء فني بيتقيم بشكل وبآخر ده عن طريق المدير الفني وإحتياجاته الجزء الآخر بنتكلم على الترانسفير الفلوس نفسها سقف التعقدات سقف التعقدات الجزء الثالث بنتكلم كمان على الرسيل هل الولد اللي جاي دوت ممكن جدا يكون صغير في السن يعمل طفرة مع النادي الأهلي يفيد النادي الأهلي فنيا وبعد فترة يستفيد منه النادي الأهلي كمان ويبيعه يبقى أنت عملت حتى جزء اقتصادي النادي الأهلي ومعظم الفرق بتعمل كده مش مجرد إن أنا بجيب لعيب آه لعيب كويس عنده تلاتين سنة وما يدفع فيه فلوس كتير قوي لكن ممكن يديني سنة وبعدين خلاص خسرنا الفلوس ومستوى إداءه بيئين مع مقدم بالزبط فالعملية دي حضرتك شايفها على المستوى الاحتراف فيما بين كابتن محمود الخطيب ومسيماني مع كابتن سادر الحفيز وإدارة الكورة ماشية بشكل أكتر من رائع بالرغم إن الناس بتطالب ببعض الأسماء ده حين كانت السفقات انتصار اللي قلنا يعني في آخر حلقة ما حضرتك قبل نهاية العام اللي قلنا يعني خلاص ده كله الآلي دايما بيجيب آخر موديل يعني بدءا من مستر كوتي رحمة الله في نهاية السبعينات فيبقى التمرين كل يوم بعد ثلاثة أيام وتراي ماتش وانت جاي بقى وبالتالي خلاص انت النهار ده وانت بتتكلم عن سيرينيو بتتكلم عن العيب معدت تلاتين سنة ماذا سيقدم ولكن الآلي برضو حطي إطار مادي إذا ما قدر للعب إنه كان ييجي ويستوفي شروط اللعب في ظل الفلوس دي ما عندكش أزمة لكن إذا على السقف خلاص راح الموضوع وبالتالي بقى فيه طبعا موجود تسجيل للأهداف والسرعات لكل ما يعرض بس دلوقتي ما بقاش بيعرض سير زاتية عشان النادي الأهلي يراقبها أو يفكر يشتريها ولا لا بقى النادي الآلي بيطرح عبر هذا المسلس احتياجاته على بعض الوكلاء والشركات أو يبحث عنها مدير تسويقه أمير توفيق في الأماكن التي يمكن أن يكون يعني تلبي الطلب سواء كرة أفريقية أو يعني كرة حوالينا مثلا الشمال العربي الأفريقي ده اللي دعم أنه النادي الأهلي رايح على فكرة أنه يبقى عنده النموذج الذي يمكن أن يكون في الاحترافات بحابة ويعظم أرباح كرة القدم ما بقاتش مجرد الفوز بالبطولات حتى لو الثلاثية الخماسية يعني يكفي أن تصرف عليها مئات الملايين وفقط فين بقى الانكم الأهلي يبحث الآن عن فكرة تدوير صناعة اسمها كرة القدم وبالتالي المسلس ده هيعمل كل ما هو جديد وأتصور أنه ده القادم على مستوى الاندية إذا أرادت نموذج يحتزى على أساس ما يبقاش عنده لا بضع أفساد الهوى واخد بال حضرتك ولا كمان أنه يستنزف لمجرد تحقيق انتصارات بما فيها الدرع والبطولة الأهم في كل دولة أن يستنزف في اللعبين بعد شوية ما فيش رسيل وما فيش أصلا نفس الثمن حتى اللي انت يعني خدت به بالضبط لأن كان السنوات اللي فاتت برضو كان أكيد كنت عايش دوت أنه كان بيبقى فيه خنات على السوشال ميديا مين اللي هياخده الفلان ويبدأ وكلاء اللاعبين يسوأوا اللاعب من خلال الحرب الأهل عايزه مين اللي هياخده في الآخر بغض النظر عن النواحة الفنية دي جزء بغض النظر عن النواحة التسويقية للنادي الأهلي حريص عليها دلوقتي أنه هيشتري العيب ممكن جدا يسوأوا من خلال السوء الأوروبي أو من خلال السوء الخليجي نطلع بأرقام كبيرة جدا فأنا باتفق معاك أن الأهلي واخد خطوات احترافية بشكل كبير يمكن في السنوات الأخيرة حطلع من دوت الجزء بتاع الإعارات والصفقات وكان يمكن النهار ده كمان اندمام أحمد ياسر ريان لفريق سيراميكو على سبيل الإعارة الملف اللي حضرتك تكلمت عليه يعني بتفاصيله أن دوت مكسب للنادي ومكسب للعيب نفسه مؤكد مكسب للنادي أولا ثم للعب خريج مدرسة النادي الأهلي بمعنى أنت استثمرت فيه منذ كان يعني شاب ناشئ ثم شاب والآن استعادوا النادي الأهلي في عودة المعارين ومن ثم بدأ ياخد متشات إذن الراجل حكم عليه أنه وحش ولكن بلا تجارب إذن المتاح الآن أكثر خبرة أكثر تجربة طب أنا لو قعدته جنبي واحتجسته للتدريب وما فيش فرص ليه مبارياته وديها كثيرة ثم هذا الخط يعني مفعن ما شاء الله بخبرات أعلى ودليل حتى سن أحمد ياسر رياض إذن الحل هو أن يلعب إسبوعيا أو على الأقل في أقصى تقدير يكون محط أنظار مدير فني كل أسبوع وهو يضع تشكيلة المباراة فين في البريمير ليج اللي هو بتاعنا الإيجيبشان ليج وبالتالي أنت أفت اللعب وخليته يرفع قدرات وخليته يكتسب خبرات الدور العام وكمان إيه بقى هيهابر لأنه مع فرق الوسط خلينا نكون أكثر صراحة وما هواش مدافع في مهمته سهلة هو مهاجم أنت بتصنع منه راجل هينحط في الصخر مع فريق ربنا يوفه عشان يحرز هدف هيرجع لك شكله إيه؟ ده لحضر أنت كراجل بتاع كورة تقدر توصف أكتر مننا كلنا أكيد حين تحتاجه هو معار ولم يتم بيع عقده يعني نهائيا ومن ثم فعلا زي ما الراجل قال هو يعني مهاجم وحش لكنه يستحق أن يلعب أسبوعيا صحيح وده يمكن يمكن من خلال كمان وسائل التواصل الاجتماعي كمان أحمد ياسر ريان سعيد بهذه التجربة مش طالع لأنه كمان عنده خبرات أن على سبيل المثال شاف أكرم توفيه وشاف صلاح محسن وشاف ناصر ماهر لما تلعو إعارة للإسموحة وبعض الأندية التانية وقدوا بشكل جيد كان مكانهم محجوز في النادي الأهل ورجع تاني فده كمان ادالوا طموح أولا لعيب الكورة زي ما حدق بتقول هو يعني بيته الملعب والمباريات ده مهم جدا الجزء التاني على سبيل التسويق أن ياسر صغير وإن شاء الله يقدم موسم مع سراميكا ومن سراميكا يعني كمان من الفرق اللي ممكن تساعد ياسر كويس بتلعب كرة هجومية شكلها كويس ده كمان الجزء بتاعه أنه خارج وهو يعني حاسس أنه يعني منتفخ أكسجين كده أنه ده بقى الجديد في الاحتراف أنه تقعد معاه ما تقلوش مستغنى عنك حتى لو هي عارة كالأول خلاص يا ابن انت معار لا المهارة بيتقعد معاه ويعرف أن هذا الخروج ضمن خطة اعداده بشكل أكثر خبرة فهو يمتلك المهارة والموهبة ما شاء الله لكن احنا مستنيينك في ظل رصيد كبر والدليل أن المفضلة ظلت قائمة بين وبين على حسب معلومات وبين صلاح محسن ومراوان لكن اعتقد أن مراوان مع فرص وجود رأس حرب اللي كنت دايما بحكي مع حضرك عليه اللي هو السترايكر رأس الحرب اللي السيردبا كم بيروحوله مع السنتر مراوان ممكن يبقى عنده فرص وأكثر خبرة وكذا ويقدر يعوض في مركزين وبالتالي خرج أحمد ياس الريان وهو يعي تماما لأنه هناك اهتمام بخروجه لأنه يعرف هو رايح فين وتم الاختيار مع فريق أصلا جهاز الفني بتاعه الحقيقة يعني جهاز فني لا واضح أنه اتقرى اللي بيعمله الراجل عنده مهدين من كل ما يمكن أن يكون مناحي كرة القدم الحقيقة ماشي بشكل كويس خلاني أدور وراه فلم نعتاد يعني في المنطقة دي حد يجيب مهد نفسي وتغذية وكذا واتنين يعني اللي هم بيرقبوا الأداء لا الحقيقة هو مدرب فاهم هيسام شعبان بدأ يقول للاعبته أنه أنت بتلعب مع الأهل أو الزمالك هتتغلب طب ما تلعب وتتغلب ليه لو لعبت فبدأ يعمل حافظ ده هيفيد كتير جدا مع الصفقات اللي جابها الكيلوباترة هيفيد أحمد ياسر ريان جدا ويخلق منه مهاجم الأهلي سيحتاجه يعني قريبا جدا جدا مهم جدا كمان أستاذ صام مشاركته في الأولمبيات أنت لو موجود في النادي الأهلي وما بيلعبش بصفة مستمرة أكيد كمان ممكن يخسر شرط الجهاز الفني إذن الأهلي يبحث عن مصلحة نجمه صحية مش بقى ده ما بقاش مغرد لعب لأنه خرج ولعب في الدوري وكذا وهو أيضا عضو منتخبنا الأولمبي هو منتخب ما قبل المنتخب الأول لا ووصل إلى الأولمبي جيمز وبالتالي لا الأهلي حريص على أن يضع لاعبه في أفضل صورة ممكنة وهذه هي المكاسب التي يعني يستفيد النادي الأهلي من تطوير الاحتراف في كل يعني فترات النادي الأهلي خاصة الأهلي المعاصر بقى وانت جاي كده من أواخر ستنات وبدأة السبعينات لا بيسبق دايما بخطوات ده حقيقي ونرجع تاني لمباراة بكرة ويمكن من خلال يعني أنت حضر بتشرح بجزء مهم جدا أن يمكن فترات الأعداد أفقادت موسيماني الجزء المهم اللي هو التوليفة والتشكيلة والتغيير في الخطة اللي ممكن يقف عليها ممكن يكون عمل ده خلال المباراة أمام سيراميكا في الشرط الأولاني وجرب يلعب بتلاتة في وسط الملعب وما لقش لكن عدل دوت في الشرط التاني بشكل أكتر من رائع بدخول الأفشة وكهرباء ووليد سليمان تفتكر هو دلوقتي خلاص وقف على العناصر الأساسية وقدر يكون شكل مميز جدا أو تشكيلة مميزة من اللعيبة بغض النظر عن الروتيشن ولا لسه تقدر تقول ممكن يجرب بعض طرق الفنية الأخرى بنسبة من سبعين لثمانين في المية يعني وصل اللي حضراتك بتقوله لكن اللي هو يخلي جمهور الأهل كمتفرج مطمئن أن الراجل مش عمل توليفه ولا غلط فعدلها في الشرط التاني لا هو عارف هو عمل في الشرط الأولاني وغيره في الشرط التاني والدليل قالوله يعني يعني هو في المؤتمر الصحفي قال كده أنه هو لعب بالتشكيل علشان ينفذ طريقة ما لخطته ثم ذهب لتطوير الأداء وعدل طريقة اللعب إذن هي الحكاية مش أنه أساء يعني أو يعني ما خدش باله مثلا أنه تشكيل ده مش هيوفي احتياجات الخطة فعدوى صلح التشكيل لا هو بيشتغل في سكة الأهل وكل الكبار زمان اللقاعد برا يدوبك يمكن ربع نمرة عن اللجوة الملعب وبالتالي أكسب فريق في أي وقت الزخيرة اللي برا دي قد تكون أقوى بكثير من اللي في ملعب المباراة صحيح ده اللي عايز يوصله بالروتيشن وبمزيد من إعطاء فرص على الأقل يعني لغاية متشين تلاتة كمان أتصور أنه الأهلي هيكون خلاص بقى الفريق اللي عنده 11 و11 زي يوم بيشدوا تشيرتات بعض عشان يسمعوا مين اللي هيبدأ ومن ثم اللي قاعد برا هو احتياطي حقيقي في بنك مش مجرد مدلاء كابتن هاني وده اللي بيفرق الفرق اللي هي الإيكتلاس يعني صحيح أنا أتفق مع حضرتك وخاصة يمكن دايما بيقول الشرط التاني شرط المدربين صحيح لا داعي للألأ أعتقد مسيماني شايف الجهاز المعاون شايفين كويس قوي والعدد اللعيبة والإمكانيات اللعيبة أعتقد ممكن ينفذ بها طرق لعب مختلفة لكن هيبقى في سابت على 4-2-3-1 لكن لو حاب يزود راس حرب 4-4-4-2 بيبقى لها شكل مؤين بيتطورها بيتطورها وبيتطور لكن هو خلاص هو أصلا بيلعب بأحدث طريقة لكنه كمان هو واخد يعني المنحة أنا يعني بحسب يعني تفسيري أو تحليلي اللي اشتغل عليه كارلوس أربرتو بيريرا في كاس العالم 90 وقابلها بسنة ونص لما البرازيل ادت له المنتخب وجاب زجاله وعرف أنه ضربة البرازيل كلها كانت لأنه اللعب الحلو هو الكورة اللي اختراعها الولنديين مع كرويف العظيم رحمة الله يعني ثم اللمسة بتاعت الصنبة تحتاج هذه القوة والتركيز الأوروبي وعشان كده عمل ده وشوفنا دونجا إزاي البرازيل بقى عندها مدافع وسط يعني وحش وكلهم لعيبوا الكورة بس صحيح هو عنده كورة لكن شوفناه كمان وهو يصر على النظام وبيبيته ده بيزق عشان بيكلم الحكم وفي حيطة يعني الرجل يأخذ هذا المنح إزاي يبقى فيه كورة حلوة مغلفة بالنظام والالتزام الصارمين وكأنه مثلا شوية تلاقيه زي الكالاتشو اللي طالي شوية لكن في الآخر هو يبحث دايما عن صنبة منظمة دي وجهة نظري بحسب يعني الأجواء اللي عشناها في كورة القدم في سنوات طويلة يعني يعني وجوده فترات طويلة مع المدرب العظيم البرازيلي كارلوس ألبيرتو خد منه أكيد شيء مهم جدا بغير طبعا خبراته الأفريقية وإن شاء الله كل ده يعني كل ده إن شاء الله من خلال إمكانيات اللعيبة هيظهر نتائج والكورة الحلوة مع النتائج الحلو طيب الانتاج الحرب بس في حرف موسيماني كابتن هاني محدش خد باله منها ولم يلقي الإعلام الضوء الجيد عليها اللي هي موسيماني مش وليد إنه فاز على النادي الأهل أو حتى خد تشامبينز الأفريق موسيماني ابن بطولات عديدة حقاها مع سان داود الذي لم يمثل جامد كايزر شيف وأورلاندو باريتس مسلس إلا مع تولي موسيماني موسيماني وهو قدم للنادي الآلي جدد له العقد بعد سنوات طويلة أربع سنوات مع رجل يملك نادي بالطراز الأوروبي إذن هو يستسمر ما لم يكن هذا الموظف يستطيع أن يكون له مرضود ما كان ليتعاقد معاه والكل يعلم إن تجربة موسيماني وبناءه لأفكار أعتقد أنه بيتكلم فيها في النادي الآلي للوقتي اللي هي عاوز إزاي يفقى عنده باحثين هي الفكر البرازيلي زي ما بيلفه كل المدن على الشواطئ وحضراك عارف قال حتى لزوجته وده جبناه من أعلام جنوب أفريقيا أسناء المفاوضات معالة ما خدتش أيام أن المشروع الحالم بيه بقاله سنتين عمله ورق اعتقر وكده بحسب اطلاعنا لا يليق إلا على النادي الأهلي عشان إمكانيات وعشان قدرته التي دائما ما تبحث عن احتراف حقيقي طبعا هنتكلم على يمكن موسم صعب لإنتاج الحربي لغاية دلوقتي لإنتاج الحربي يمكن من سنوات يمكن أربع سنين الكابتن مختار بيشتغل معهم بشكل أكثر من رائع إيه سبب من وجهة نظر حضرتك سبب تراجع شوية لإنتاج الحربي في بداية الدوري بداية الدوري بالنسبة له بداية غير موفقة لغاية دلوقتي هم بعد استكمال الموسم الماضي الضغط عليهم واضح كمان أنه التبديل والتوفيق مع كابتن مختار مش متاحة من الإدارة شوية قد يكون وبعدين مختار من طراز برضو المدربين أولا الشجعان ثانيا يعني ما شاء الله مختار مش مدرب وخلاص مدرب قدير مدرب عنده أكتر من يعني فهم لطرق اللعبة الحديثة بيستعين بالعلم الناس عشان كابتن مختار مقل فاكرا أنه مدرب تقليدي يعني ابن الخبرة وفاقت يعني وبالتالي هو يوفي احتياجاته من المتاح سواء إذا قدر يستكتب صفقات أو لا الجزء التاني أن الكابتن مختار كان شوية تعب وده فرق برضو مع الفريق مع القتيرة بصراحة عدد كبير من اللعيبة أنا بقول لحضرك 21 يوم كافين فما بالك ما كنت لسه أقول لحضرك لما يضاف ليهم لعيبة كمان يعني غياب الكوتش 21 يوم يصعب الحية مع بداية موسم ساخن وأيضا ماذا لو أصاب لعبيك نفس هذا الوباء والبلاء يعني صحيح دي المحطة مهمة عطلت كثيرا الانتاج مع مختار مختار مع طبعا خروج بعض اللعيبة المميزة من الانتاج الحربي لكن يبقى دايما مباراة الأهل والانتاج الحربي مباراة ما لا يش قول يعني القصة كلها متوقفة على 90 ديئة في الملعب ودايما كابت المختار يعني بيقدي مباراة جيدة يعني مباراة بكرة مباراة مهمة في إطار استعداداتنا العادية للمسابقات اللي جاية كمان نستعادي كمان لكاس العالم للهندية ان شاء الله للشهر اللي جاي قبل ما نروح لكاس العالم رؤيتك للشاميزليج والقرع أو دور المجموعات بالنسبة للأهلي ووقوعه مع ثلاث فرق زي ما حضرتك تبعت من خلال القرع شايف المجموعة دي زي من وجهت نظر لا مجموعة مقبولة يعني كل الفرق فيها مقبولة لكن وانت بتتعامل كنادي أهلي الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ودرسها مفيش حاجة اسمها الأهلي يكسب مفيش الكلام ده اذا ازعنت الفكرة انه دي مجموعة حديدية وهذه مجموعة طرية انتهى الموضوع يا صديقي منفعش التعامل ده وإلا ما كان فريق هنجز ده أو منغز السنغالي أخرج جرى جاء سيبنا بقى من برك ماء في مركب محمد الخامس من عدمه لكن هذه هي كرة القدم مفيش مجموعة حديدية طبعا في مجموعة أكثر سخونة لكن مجموعة تانية مفيش حاجة اسمها مجموعة حديدية والأخرى يعني لينة أو معنا المريخ ومعنا المريخ السوداني وهو أصلا منافس دائم خاصة لما نقول أن الهلال والمريخ ومالأهل والزمالك هو أصلا منافس في شطراء الوادي وده شفناه كتير في ماتشات المريخ مع الأهل والهلال مع الأهل أو العكس الزمالك أيضا أو الإسماعيلي لما لقى معه بتبقى الحالة هناك جيم في كرة القدم لكن تجد هذه الفرق وعلى فكرة دي عادة الفرق الكبيرة قد يكون في مسابقة بلاده يعني رايح في مكان ما تنفعش اسمه لكن في المواجهات الكبرى بتلاقيه حاضر ومستأسد فما بالك وهو أصلا في موسم أكثر تنظيم بمعلومات يعني وعنده فراية كتير من مجلس إدارته ولديه يعني تمويل من شركة كمان عملاله يعني فيجن على مزيد من الإمكانيات يعني وده اللي بتنفس عليه ولله للموسم ده على فكرة إزاي بقى فيه رعاة مش بمعنى رعاة لا يعني رعاة أكثر ملائة مالية وبالتالي أدي أول فرق السمبا واحد من الطوافين في بطولات أفريقيا هي بلاد وفرق تسع لتسويق لعبيها وبالتالي يوم متش الأهلي كابتن من ونتو بتلعبه حتى في مصر لو رايح تلعب في ريق قليم يعني تلي عمل سشوار ورايح للحلاء وكاول حفلة لا في حفلة وفي باترينا هي تعرض فيها طبعا وهذا هو يعني القدر دايما الآن ديها الكبيرة وأيضا هذا ما تصنعوا الفرق يعني فرق الوسط إن صح وصفها عشان لعبتها تتنجم ما هو ده برضو اللي بيبين لعيبة ويدخلهم المنافس يعني ما عرفش إزاي حد ممكن يتصور إن في مجموعة قد تكون الأمور فيها منتهية مبكرا للنادي الأهل من الصحيح طبعا لكن هي مجموعة مش مزعجة الإزعاج فيها هو الترحال يعني مسافات طويلة جدا يعني بينما المجموعة الحدام ما يسمى بالمجموعة العربية الفان أدزة مالك البلاد جنب بعضيها يعني وبالتالي يبقى فيه شوية نفسة لكن طبعا المنافسة فيها أكثر سخونة هذا لا يعني إن الأهل في مجموعة الأمر فيها منتهي ولا أتصور إن الجهاز الفني أو المسلس زي ما قلنا القروي شايفها بالطريقة أنا بتطفق معك ودايما من خلال يعني الحمد لله الواحد خبرته في القورة دايما الصعبات بتتخلق من جوة الفرق الفرق دي يعني آه بتتخلق كمان لو النادي الأهلي وده مش عادة النادي الأهلي لكن أنت نفسك كفريق أنت اللي بتصعب المأمرية وانت اللي بسهل المأمر لو النادي الأهلي بجهازه الفني كالعادة يعني التزام وتركيز ومحضرين كويس أعتقد ما تبقاش الأمور صعبة لكن ما في شك أن المستوىات في أفريقيا بقت مستوىات متقربة جد متقربة بشكل كبير جدا لكن يعني يبقى النادي الأهلي هو يعني الأكثر يعني حصولا على البطولة دي مرة واحد دي بتديله خبرات وبتديله اسم كبير جدا والجزء التاني بالمجموعة اللعيبة الموجودة أعتقد إن شاء الله بالتركيز مش هيكون عندنا مشكلة يعني إن شاء الله في جزءية دي لا ما أنا بقول لها حضرتك لكنها لا يمكن أبدا وصفها حتى لو إعلاميا بالمجموعة السالة آه طبعا أنا أتفق معك تماما والجزء هنخرج من بطولة أفريقيا وده إن شاء الله بإذن الله يعني أول مشوارنا مع المريخ هنا في القاهرة نروح لكاس العالم للأندية كاس العالم كمان للأندية خلاص في شهر فبراير بنتكلم من نادي الأهلي سادس مرة بيوصل وأكتر نادي أعتقد عربي بيوصل لي كاس العالم الأندية شايف التجربة دي إزاي وفرص النادي الأهلي في كاس العالم الأندية شوف الفرص تبقى إلى أن يبدأ الأهلي ضربة البداية يعني حسب المنافس يوم 19 إن شاء الله القرع ونعر يعني أول ما نعرف القرع نقدر نبني على أساس فروق التجارب والمستوى إنما اللعبة تقدر تتفوق على نفسها زي ما قلنا الحافز قصة إن شاء الله إذا لعب الأهلي مع الكبار يعني بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية وبالتالي هنا يعني مفترق طرق لللاعبين النادي الأهلي خلاص هو النادي الأهلي واحد من الكبار في كل إحصائيات العالم موجود بإدارته بمستوياته ونتائجه لكن هنا بقى اللعبة فين هل اللعبة ستتحول إلى آلة تركيز بحجم البطولة ويذهبوا إلى مونديال كما ذهب السحر الأبيض جوزير في المرة الثانية اللي قال لهم حضرتك رايح مش عشان نرجع بالبطولة وحتى لو هنرجع بالبطولة نرجع وإنتوا النادي الأهلي يعني ما اللهمش وإنتوا ألمانيا اللهم أو البرتغال اللهم وإنتوا النادي الأهلي بمعنى قدي اللي بنقوله على مثلا عيسى المشعبان وهي واجه الأهلي والزمارك بس بنقوله عليه ليه مش عشان هو مدرب قدير وبس عشان كمان هو المكان نفسه تلحم مع إنهم جابوا له صفقات صوبر فالأهلي أصلا عنده الإضافة الحقيقية عنده تاريخه الطويل مع البطولة دي كمان مش بس في عالم كرة القدم والدولية واللي بتكفاله يعني جماهيرية عظمة خاصة والبطولة في قطر في واحدة من البلدان العربية وما أكثر يعني المصريين ومن ثم أضيف بقى يعني كل العرب لأنه مش يبقى فيه يعني إلا قليلا اللي مش هيروح يتفرج على النادي الأهلي بدءا من الاستقبال وأعلم أنه حتى يعني يعني الجهات المعنية وزارة الداخلية هناك وكذا بحسب يعني الإعلام وزملائنا بيستعدوا لقدوم النادي الأهلي وبالتالي أنت عندك كل الفرص يبقى أن اللعيبة تؤدي كما تؤدي كل مباريات وتسعد ويعني إلهاء انجوي فوتبول ما هو الراجل برضو الخواجة ده بيعي لهم الخطة والتكتيك وكله بس يلا جوب وإزينجوي فوتبول إلعب كورة بتاعتنا متع الناس ومتع الناس بس بخطوط عريضة ومالتزان كبير إذا ذهب النادي الأهلي بهذا الفكر وأعتقد أن اللعيبة اللي موجودة رصيد خبراتها مع الراجل المسيماني مع ما توفره اللي هو مسلس النجاح كابتن هاني يكفل كامل ما يمكن أن يكون أداء راقي للنادي الأهلي ونتائج ممكن بعد ما نشوف القرى نقول أن النادي الأهلي قد يذهب إلى قبل النهاية إن شاء الله يعني النادي الأهلي قادر ويمكن حقق أدوة من خلال وحقق المركز التالت نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي زي ما تقولت خلاص ما بين القبار نتمنى إن شاء الله على المستوى الفني كمان النادي يثبت كمان على المستوى الفني من أندية الكبار على المستوى العالمي زي ما تقولنا على المستوى الأفريق إن شاء الله بإذن الله الجزء هقض بحضر لك قصير قوي بالنسبة لملف في اتحاد القرى والتأجيل تاني من عقاد الجماعية مش الجماعية العمومية الاستعداد لربطة الأندية المحترفة من خلال المكتب التنفيذي ويمكن يوم اللاربع اللي جاي كان فيه اجتماع النهاردة ويوم اللاربع اللي جاي فيه تاني اجتماع اللي تحديد الملمح دي شايف الملف درايح فيه وممكن نوصل فعلا إن احنا خلاص يكون عندنا ربطة أندية محترفة من خلال الحياة مش قادر أستوعب إنه الأندية ما بعتتش بس أحمد مجاد ما رضيش يقول مين بعت ومين ما بعتش ما بعتوش ترشحته ما كابتن هاني أنا مش قادر أستوعب دي فرصة ذهبية اللهم ما إلا فيه حد عايز يدير بيتي ولا أعتقد إن دي تنفع مع الكبار اللي ينفع مع الكبار هي ربطة لأنه أتحقق الربحية وأتحقق الخصوصية وأتحقق هذا المستوى المحترف اللي يليخ بالدور المصري هل بقى في حد ليه مصالح إنه يفضل يدير بلدي كده وإن مجلس الإدارة يبقى كل حاجة سواء مجلس دارة الاتحاد أو مجالس إدارات الأندية في المطلق مش عبر تكتك هل بيروح للراجل اللي مرشحها علشان يجيب أحسن أروض وأحسن بيع لأن أولا المسوقين زي ما اتفعنا أنا وحضراك برضو بيتقادوا أجور عالية عشان ما فيش حاجة بمية إلا ويجب أن يطوروا الأداد عشان يتبع من أبو ربع مية طيب وبالتالي أنا مش قادر أتصور وما قدرتش أوصل للمهانات سيحمد مجاد لأن الحقيقة كان يفترض إنه هو اللي يبقى مش عاوز يعمل لكن إن الجمالة أمومية هي التي لا تدفع بمرشحين ده علامة استفهام غريبة لكن قريبا أو بعيدا لابد أن تكون هناك رابطة لابد أن تكون هناك رخص احتراف يا كابتن هاني الأمر ده لا يمكن أن يستمر هذه الصناعة تدر على الدولة أرباح وأنا بقول لحضرتك مع أول احتراف حقيقي معلش ده مش احتراف حقيقي حتى الآن له لكفالة الآلي والزمالك وكذا في هذا التنفيذ إنما في الآخر هذا الدوري بتجربة الكانة 2019 التلفزيون ده في بس في البس يزيع 90 دقيقة ثم تستطيع أن تبيع لقناة تجيب بقى كل النجوم وقوض اللبس وصور الملعب تسوي المنتج بتاعك الدوري المصري مهيئ لـ 800 مليون جنيه في أول موسم هذا كلام خبراء اقتصاديين يعني معنيين بالحكاية لكنهم لم يعلنوا كنا بنقول مليار مع بأس يعني الكورونا ويعني القل أو النظرة فيه أن الرعاة كانوا زي المسلمين اللي فاتوا كان الرقم عند مليار في أول بيعة للدوري المصري والمواطن يتفرج وكمان يبقى فيه حجم مبعاد شوف بقى لو جمهور عاد وبقى الملعب فيه حاجة كده بتاخد الكرة وديها نص الملعب اللي هو المنتج ده المنتج ده يعني يتزوق بالبلد يعني شوف بقى ازاي وبتحصل هنا ويا أخي بشركات وطنية في نهايات كده الكافي اختصنا بتنفيذها عبر شركات مصرية وطنية بتروح عاملة الملعب وحتى أرضيات على الترتام وبتروح عاملة الممر مش عارف ايه ونجف ونور على الحيطة والكرة تروح بشكل لطيف وكذا هتكسب من كل حاجة والناس هتبقى بالنسبة لها كرة القدم اللي هي صناعة أمن قومي وصناعة بهجة في نفس الوقت لا خلاص هتروح حتة تانية خالص الإصرار من الدولة ومن الاندية الكبيرة وعلى رأسها النادي الآلي موجود ايه بقى اللي بيحصل ده أوعدك ان احنا هنوصل لده قريبا ونرفع الغطاء عن الساكتين عن احتراف كامل يا كابتن هاني طيب عشان كمان نتكلم على مشوار الأهل ومباراة بكرة مع الانتاج الحربي معنا على التليفون الكابتن رمضان السيد طبعا من نجوم النادي الأهل في العصر الجميل واحد المدربين الجامدين او في الدول لسه كمان كابتن رمضان مساء الخير على حضرتك تحياتي ليك يا كابتن هاني ان شاء الله سنة سعيدة عليك وعلى الأسرة وعلى مصر كلها كابتن رمضان اكيد متابعت دوري المصر بشكل كامل وحاقد رأي حضرتك في جزئين الجزئ الأولاني رؤيتك الفنية للبداية القوية لدور المصر السنادي مع وجود فرق دعمت بشكل كبير وظهرت بشكل أكثر من رائع بجانب طبعا مباراة النادي الأهلي بكرة مع الانتاج الحربي اعتقد الدور الموسم دوت يا هاني هيعتبر أربع تبدو من أقوى الحقيقة المواسم بتدرطوه مثلا من عشر المواسم الأقيرة المواسم ده يمكن هتلاقي فرقتين فقط لغير اللي مدعموش وباية الفرق كلها دعمت ودعمت بشكل ايه مش شكل يعني مثلا في دين لعيبة تهتا لعيبة لا ده في كل الخطوط الحقيقة ويمكن في فرق أثبتت وهو ده بشكل كبير جدا حتى من الصعاطين الحقيقة زا كان سراميكا أو زا كان الحقيقة لأن بردك الصفقات بتاعتهم على مستوى عالي جدا جدا أعتقد أن النادي الأهلي عامل بداية قوية جدا يمكن مباراة بكرة أولا أنا بس أريد أتكلم على النادي الأهلي في حاجة خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة لو مستخنى من المباراة اللي فاتت مباراة التحادس سكنداري والشوت التاني الحقيقة في مباراة المباراة اللي فاتت الحقيقة سراميكا 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 أعتقد الشوت التاني التشكيلة بي لازم يحتفظ بيها ولأن فيها كل حاجة يعني فيها صناعة اللعب وفيها الحقيقة أفشة عنصر أقولك حاجة أفشة هيبقى عنصر أساسي في منطقة مصر على أي حد الحقيقة لأن من أميز اللعيبة أو من أميز صناعة اللعب الموجودين حالياً في الدور اللي حقيقة مصري كهرباء يعني الحقيقة فيه ندوك كبير جداً جداً ومش ندوك فني كمان لأ ندوك حتى بشخصيته كمان وفي تعاملاته خارج الملعب وداخل الملعب أعتقد كهرباء أضافها قوية جداً جداً محمد شريف الحقيقة والي الحقيقة أنا بعتبره رقم أنه ما هتبش في المباراة اللي فاتت لكن من ده اللي بعتبره أنه هيكون المواجنين المؤثرين جداً جداً مع النادي الأهلي وفي الدور المصري لأنه عنده كل حاجة عنده الحقيقة السرعة وعنده قوة وعنده التعامل مع الكرات العالية بشكل قوي جداً جداً النادي الأهلي في خلال مباراة التحال سكندري ومباراة الحقيقة سراميكا كان بيضغط ورجع ثاني لأسلوب الضغط لأن المباراة اللي فاتت كلها الحقيقة النادي الأهلي ما كانش بيضغط وحتى يمكن حتى في المباراة اللي احنا لقدناها في أفريقيا الحقيقة رقم ضعف المنافس بشكل كبير جداً هياني الحقيقة لكن ما كانش بيضغط واللعبة كان بيستنوا لغاية ما يحصل مش بص من فري المنافس أو إن الحاج بيسدد أو لا إن المعبارات الاتحاد ومباراة الحقيقة سراميكا في ضغط قوي جداً جداً بيفكر ما بقى بالمستوى التفاعل القوي جداً كجماعة الحقيقة في التلطيرات اللي نارد الأهلي كان بيعم فيها تطاول كبير جداً مباراة الانتاج كبيرة جداً وكان قويب جداً إن هو يكسب وكان فيه عنده انتشار وعنده القرى في الحقيقة مختار مختار الحقيقة القرى اللي فيها الجماعية والقرى السهلة جداً وبالاختراقات وأعتقد كان عامل جيد كبير جداً فبرضا لازم نعمل حساب الإنتاج الحربي كتين قوي مش تين سهل لازم نتعامل معاه بشكل حقيقة قوي زي ما تعاملنا مع سراميكا الحقيقة وعملنا حساب سراميكا يعني قبل ما نعمل سراميكا هتكون نعملين حساباتهم الفنية الحقيقة في الانتاج الحربي لا يقل الحقيقة في المستوى عن سراميكا بل بالعكس كمان نحط خبرات مختار مختار في المباراة أكيد أكيد يا كابتن وأضيف على حضرتك لو سمحتلي كمان خلال لقاء سراميكا اللي غير الشكل زي ما حضرتك قلت يمكن أفشا وجود كهرباء بشكل مميز جدا وطموحه للتهديف وأصبح حداف الدوري بربع أهداف كمان وليد سليمان وجود وليد سليمان كمان كان ليه أثر كبير جدا من النواحي النواحي مش هولي النفسية لكن النواحي كمان الفنية وقدر يحرز هدف رغم يمكن لعب آخر ربع ساعة فأعتقد مستماني دلوقتي عنده زي ما حضرتك قلت عنده التوليفة وعنده اللاعيبة برجوع علي معلول من إصابة خفيفة برجوع محمد هاني من فيروس كورونا رجوع عمروان محسن يعني الأمور كلها إن شاء الله يعني مستماني عنده الحلول فضل لك عاوز أتكلم على بدر بنون الحقيقة أطبع أنا بتفرج على بيكينباور وإحنا بتفرج عليه يعني إن كان نلقفت مبارا مع بيكينباور مباراوة دية في السادر القاهرة بيكينباور بقى بعظمته والحقيقة يعني يمكن القولة التانية هاني اللي في سراميكا هو فيه كورة عالية قطع بباصة صحيح بربع عليك بربع عليك صحيح بيقطع في كورة عالية إن هو بحطها على الأليو دينك عشان يروح يعمل السرور العالي معلول البدر بنون الحقيقة إضافة قوية جدا جدا للنادي الأهلي وللدور المصر الحقيقة العيد مميز جدا طبعا الوليد عالية بتطفق معاكا يعاني الحقيقة في وليد سليمان ده نجم النجوم يعني نجم صوبر الحقيقة في كل حاجة بقى بتتكلم في أخلاقيات بتتكلم في التزام بتتكلم في انتظام بتتكلم في شخصية يعني لا نجم الناجي الأهلي الفضراء المواسر الأخير دي كلها وليد سليمان الحقيقة ولازم بيشادة كبيرة جدا بيه الحقيقة على الأول أنا بعتبره من أفضل صناع اللعب اللي موجودين في الدور المصري يعني باكليفت بيعتبر أفضل صانع اللعب في الدور المصري ذا باردك الناجي الأهلي الحقيقة بمثالك تيم يعني تيم قوي جدا جدا ويقدر يعمل في نتائج قوية جدا فتتكلم ألك كابتر رمضان بقى بكبور الراجل كورول اللي كان قده عشر مرات عليش كورول كان عنده حتة قوة أيوة نظاف ومشويت كابتر رمضان كان عقلية طبعا طبعا الكابتر رمضان بيتكلم كمان على عملية الهدوء عملية إنه هو بطريق ما فيش أي مواقف واحد بتواحد داخل الكامل بكشابها ما فيش تربعة وما فيش توطر بالعرض بتعامل بالمنتعة الهدوء ومنتعة الثقة فأنا بتطفق معك كابتر مكسب كبير جدا بدري بنون وكل يوم يمكن في فترات كل مباراة التانية بيثبت إنه لعيب كبير عنده خبرات بيطلع بالكرة كويس بيقطع بشكل أكثر من رائع الكرات العالية مميز فيها ما عندهوش ميس باس كتير وده مهم جدا وكمان عنده عنصر مطمئن لفريقها كابتر أي بربع عليك يا أستاذ أعصام تجعر إنه كابتن النادي الآلي من عشر سنين ده حي يرى إنه مدافع رائع طبعا بوصف كابتر رمضان وحضرتك لك تجعر إنه كابتن نادي ومن بدري يعني مش أول موس بالضبط الصحصام اللي بتطفق معاك وتحسي إنه هو موجود في النجل الأهلي من عشر سنين صح كده صحيح صح فإنت شايف حضرت سنبا سنبا بنتكلم على فرق فرق تقيلة بعض الناس بتقول إنها أهل الأهل قادر ومجموعة سهلة رؤيتك الفنية كابتن رمضان رؤية الفنية أنا يعني يمكن بقيم إيه بقيم المجموعة على مستوى النادي الأهلي أعتقد النادي الأهلي النادي الأهلي في الوقت اللي احنا في ده تفرمى يعني لو جبنا أفضل أربع فرق في أفريقيا لا النادي الأهلي من التفوق على أي حد بالحالة اللي هو فيها وزي ما قلت بالحقيقة التيم بقى مكتمل يعني يمكن إحنا جلنا فترات يا هاني الحقيقة كنا فيه قلق شوية في النواحة الدفاعية كنا فيه قلق شوية فيه استردباكين مش قلق يعني اللي هو بس لا يعني صعبات كتيرة يا كابتن وصعبات كتيرة طبعا يعني طبعا فيه أي من أشرف عامل الفترة الأخيرة يعني أنا بعتبر نجمي منكم الكبار جدا بقوة الفترة عامل أشرف الحقيقة عامل مستوى سابت وبقتل الحقيقة مستوى الحقيقة على مستوى عليك جدا فعشان كده أنا بقول لك الحقيقة بامتلاكك التيم ده لا أنت ما تفكرش في أي فرقة الحقيقة في المجموعة لا التيم الكبير والتيم القوي والتيم اللي هو بلعب على الطولة ما بيهموش إن هو بلعب بقى فيه تاكلوب بلعب 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 مش عارف إيه لا إن شاء الله بالمستوى اللي احنا شايفينه في الفترة دي ولسه كمان هدفت يتطور أكتر الحقيقة مع المسلمين الحقيقة أنا أعتقد النادي الأهلي هياخد المركز الأول في المجموعة دي إن شاء الله بإذن الله بأداءه بكوة كمان بكوة كبيرة جدا إن شاء الله احترمنا طبعا للمنافس وإمكانيات النادي الأهلي وإمكانيات النادي الأهلي تسمح له زي ما حضرتك قلت إمكانيات فادنية وإمكانيات بدينية وعلى مستوى اللعبين إن شاء الله قادرين إن احنا نكون أول مجموعة كابتن رمضان بنشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله يعني مستنينك هنا في البيت الكبير تنوارنا إن شاء الله يعني وتحياتي لسه عصاهم كل سنة وحضرك طائبة كل سنة وحضرك طائبة صحاهم شكرا جزيلا طبعا رؤية فنية طبعا من المدربين دحاهم وحتى هو لعيبة كابتن برضو رمضان ساد كان سيطرة في الملعب حاجة يعني حاجة عبقرية يعني صحيح أتكلم لك اللعيبة برضو اللي بتاخد سلك التدريب بهواها لما بيبقوا لعيبة جمدين لا بيبقوا مدربين جمدين لأنه عنده رؤية عنده رؤية ولاعيب عنده رؤية يعني تخليه لو نقل مدرسة التدريب بحاجة تانية فرأي يحترم طبعا رأي يحترم وعمل كمان شكل مع بتروجد كان مدرب كبير يعني مدرب كبير نتمنى ان شاء الله نشوفه فيه الدور المصري قريب ان شاء الله طيب هنروح لملف مهم جدا ويمكن زي ما حضرتك دايما بتقول أن مصر مصر كبيرة جدا ومصر عظيمة جدا ومصر قادرة على صنع المعاجزات ومن خلال تحديات كبيرة جدا جدا على مستوى كورونا على مستوى عدم حضور جماهير على كل المستويات المضادة أنك تقوم باستضافة مونديال كورة اليد شايف تنظمنا ازاي وشايف اولا ان مصر يعني تاخد هذه الخطوة في الظروف الصعبة اللي احنا فيها داي الحقيقة مصر يعني حصلت على كأس البطولة مبكرة شواء الله تكمل على خير وكأس البطولة هو ان تستدع 31 فريق من حول العالم الى جانب فريقنا طبعا فيأتوا في امان وتقدم لهم خدمة مش خمس نجوم خدمة غاية في الاحترافية لا كمان نجمة خدمة زي ما الكتاب ومنظمة الصحة العالمية وكل وزارات الصحة في هذه الدول وحول العالم ايلاها هل تتخيل ان نظام الكابسولة هيتطبق في مصر وهو يعني مجرد كان كلام بيفكروا فيه نظمة حضراتك تيجي من طيارة معقمة طيارها متعقم مضيفنا عمالها فلاحنا تخرج في تيوب او سلم معقم فتذهب انت ومن معك الى الوتوبيس نفس حالة الطائرة الى معسكرك الى ملاعب معقمة لن يكون هناك من يدخل هذه المنظومة الكابسولة دي او الفقاعة دي يعني الا من كان بداخلها ومن ثم حتى اجراءات الدخول في حفلية الافتتاح والختام موجودين بنفس النصق ما تبقاش الحكاية انه يعني كبات او شخصيات رئيسية او عامة هتأتي الا وهي محصنة تماما حتى فكرة عدم الدفع بجماهير كان مطلب بين المشاركين والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علشان في حد بيقولك معقولة الناس جيالك والسيد او دولة رئيس الوزراء يخرج يعني بعد جلسة مع الاطراف كلها السبزير شباب والرياضة رئيس الاتحاد الدولي ومدير البطولة ويقول بدون جمهور لا هو فقط كان يريد ان يسمع منهم ممثلا عن الدولة المصرية حضراتكم عايزين ايه عشان نستكمل ونعمله لانه كل ده كان على عطق الدولة المصرية من صلات لملعب تدريب للترتيبات دي طبعا مع السيدة وزيرة الصحة الحياة ودور الدكتور اشرف صبحي بقى اللي هو بنى ومناول يعني في القص الربط بين كل هؤلاء وبالتالي خرج المشروع كاملا وده اللي هيتطبق هنا فعلا لو ان هناك واحد في المية وحضراتك عارف وعشت في اوروبا ما كان لفريق ان يأتي الى مصر طيب اللي يقول اللي انا بقوله ده صح ولا غلط ايه ان اول من وصلوا الى مصر اليابان لا اعتقد ان الناس دي بتعدي سنتيمتر من قير حسبة يعني اصلا لو وعد بيأكل مسي الكالكوليتر لو وعد يعني بيحاول يعني يصرح شعره تلاقيه جايب كل الحاجات على النتو على المش عارف ايه والبرامج العالمية الدولية وبالتالي الحقيقة منظومة تشجع ان احنا في عنواننا مصر الجديدة من عشرين تلاتاشر لا البلد بتمشي لقدام رغم كان الكلفة رغم كان الارصة واللي زودها يعني هذا الوباء اللي عين لكن من فضل الله عشان ما حدش يقول مصر هو يكتح العالم يعني ويكتح العالم الاكثر يعني ربما امكانيات مادية وكذا وعلمية واللي احنا برضو بنورد له علمانا الحمد لله انا لا اقصد طبعا ده انما في الاخر في هذا الزخب انت تنظم مونديال كرة وده تحدي تحدي يمكن كلمت على تحدي كمان كاس الامم الافريقية اللي فاتت وكان في وقت دي جدا برضو يمكن الحكومة المصرية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة فورا فورا على طول احنا قادرين وفعلا اعتقد من اكتر البطولات تنظيما ونجاحا بعيدا عن الاداة الفنية الساد كان يمكنه كبروتوكول ان يشكر مصر لكنه اكد انه امام مونديال مصغر مونديال مصغر يبقى هو ما بتكلمش لعلم مستوى الفني هو يتكلم عما رأى من تنظيم يا كابتن هاني وبالتالي هو ده اللي رجعنا للربطة والكامل الاحتراف ان تكون هذه الملاعب كما اشتغلت عليها الدولة المصرية بالمناسبة البطولة كسبت وفلوس كتيرة ضمن كل هذه البطولات من 2006 البطولة الوحيدة اللي كسبت وانا فاكر الرقم 17 مليون جنيه 2006 لانه كنتم مستشارة الالامي للجنة المنظمة وقتها وبالتالي البطولة دي كسبت 17 مليون هذه البطولة حققت رقما محترما وبالتالي لا يعني التنظيم الرائع انك تصرف وخلاص من الصحيح ان تصرف كل في مكان شركات وطنية على اعلى مستوى خبراء مصريين حتى الفلنتير او المتطوعين الولاد اقل حد فيهم بيكلم لغتين بطلاقة ثلاثة واربعة كانوا موجودين وموجودين ايضا طبعا موضوعك تذكرتي دايوتي يمكن كان تجربة ممثلة لكاس العالم في روسيا هو نفس نصف بس انت خدت التجربة البطولة المنظمة عشان الايد كارت وكذا لكن ما هو ده اللي الناس بتقوله فاللي ضده النظام يقولك اه انت عايز تبلغ عن الناس نعم كان انت بياناتك موجودة في الموبايلات وفي كل حاجة اما تحط بياناتك يعني يعني هو ده الكلام الغير منطقي ثم الدخول والخروج وان التذكر عليها لونيو وديك لمدرجك ثم زي ما اتفقنا وحضرك انه كان فيه يعني حتى الاكل والشرب والطولات كل يليق بالدرجة مش عشان انت دافع انا فتلاقي طولات وانا دافع الناحة التانية لا كل والدرجة من اول الوجبة الشعبية الى الاكثر ملا الى بناوير في الملعب كنا بنشوفها في استادات يعني ونقول يا اه لا ملعبنا كده وهذا الوطن عشان بقول لحضرك كده احنا تقريبا مش تقريبا احنا اكيدا عندنا النسخة المحققة من الدور الانجليزي اللي بيلعب في المدن ما في مدينة في مصر ما فيهاش استاد صح استاد دامانور استاد الشرقية استاد الفيوب انجلترا دوريها ايه غير كده من منشستر الليفربول بقى طبعا حتى المانيا كده كل المفتعات فيها استاد بتاحها تطوير الاستادات ده جاي كمان من خطة ان شاء الله الدولة في المرحلة اللي جاي يبقى بقى الربطة عشان بفيها عندها محترفة واندها بتقدم ميزانيات حقيقية ما فيش حاجة اسمها ستر وسلامة وما تقولش كده يا جدع وانحنا بنصرف ملكوش دعوة فيش حاجة اسمها كده الذين يعني تحدثوا عن الاستثمار هنا حين ذهبوا الى عندها في اوروبا قالوا ان هناك سقف مال للتعاقدات الاهل يا فقالة وانت لسه في بداية حوارنا بتكلمني فيها اذا ايه الغضاء ده غير ان فيه حد عايز يكسر السلك بتاع الحداثة ده بس ايه مش هينفه هو قد يكون مأجله انه اكتش قادر يطلع عن مقاصر ويعمل مش هينفه مش هينفه فعلا خلاص لازم تروح المساحة دي المساحة دي هتخلق منظومة اخرى هتجوة فرص عمل هتعمل اصلا الكثير والكثير للاقصاد المصري والله ما تنظير لا صحيح انا اعلم اتطبق معاك تماما بس بس فرة القدم طبعا طبعا بس سهلة جدا جدا ان شاء الله كده على بالقريبا يعني ما من سحمد مجاد يعني اذا كان عايز يكمل الحاجات اللي بعضها يعني مشكورة عليه الحقيقة انه يقول ان اللعب الافريقي اللي يدخل البلد دي يلعب 20% منتخب بلد والاولمبي على الاقل او الاول لكن تصنيفات البعوث الاسلامية دي ها لو عايز ترفع قيمة الدور المصري لازم يكون عندك لعيبة على نفس المستوى العالي الجزائر تطبق هذا الموديل من 3 سنوات لعيب دولي يجب يكون لعيب دولي اه بس مش عارف النسبة لكن مش زيارة عن 20 الحقيقة يمكن اقل لا على اللعب دولي طبعا لابد انجلترا وحضرك عارف 75% معادة دول الاتحاد الاوروبيا وبعد البريسكت واخروجهم ما عارفش الا يحصل لكن على الاقل بتسعى لان يكون لديها منظومة اقتصادية محترمة هذا ما يفعله الاهلي بس فردي طب ده ما يعمامش ليه عشان يبقى فيه شركات حقيقية وفيه تسويق حقيقي وفرص عمل قد تقترب من 150 فرصة عمل كل 3-4 مواسم يعني الدراسة موجودة من بعض الناس خبراء الاقتصاد اللي بيحبوا الكور يعني ولا عايز يشتغل فيها ولا يحزنون بس هو شايف كده وعلى طول طول الوقت بنمد بعضينا ببعض الداة قريبا جدا ده هيتحقق لانه مفيش مفيش حل غير كده فيش حاجة اسمها اللي معهوش ما يلزموش لانه لازم يبقى مال لانه يبقى فيه تسويق وماكتنج وبس تلفزيوني في كل الدرجات الثلاثة على الاقل وما دون ذلك تلعب بقى زي المقطعات او نسميها هنا بقى دوري مناطق او شيء اللي هو ايه نصف هواية على الاقل طيب هو فيه خبر للأسف يعني استوقفني شوية النهاردة بخصوص ان يمكن اتحاد القرى او اللجنة السلسية بقى ست الكابتين احمد مجاهد يمكن يعني لغو الPCR او المسحة المسحة بتاعة الرابيت تيست بتاعة الدوري الدرجة التالتة والربعة يعني انا استوقفني الخبر لان مش عارف دعياته ايه وايه السبب انت عارف لا هو طبعا كان المفروض على اتحاد القرى انه بيعمل الرابيت تيست اه وقال لك لا احنا دوري الدرجة التالتة والربعة مش هنعمل الرابيت تيست واعتقد يعني ده شيء محزن لان انت عارف امكانيات الفرق دي اتو عارف ازاي يعني الفرق الدرجة التالتة والربعة بيكون امكانياتها ضعيفة جدا ف انت شايف القرار ده ازاي اصله كده يبقى بقى بدل ما يبعت عربيت اسعاف للماتش يبعت عربيت نقل موت بصراح يعني او يكون مش عايز يكمل فيقول لنا مش هكمل الحقيقة كده الحقيقة ما اتكلمتش في حكاية من اول خمس لعيبة تستحق التأجيل دي لانه الحقيقة ما لقيتش حد من الاندية يعني احتاج فما حبيتش يبقى نظير شوق مقلت ان يمكنهم فاهمين اكتر من دي الاندية اه اللي هو اللي قالك لو اكتر من خمس لعيبة من حقك تتأجل لك مباشرة بالزبط يعني بينما احنا عمليين نكتهد ان الصناعة تظل قائمة وان الموديل المنفس قريا واحمد عضو لجان كتيرة جدا ومهمة جدا لا بس انا بصراحة لازم نعرف يعني نعرف اجابت السؤال ده من استاذ احمد مجاهد لاني هل بقى المحافظات يا ريت فريق العمل مربوطة في وقت حتى في الفقرة اللي بعد كده تقدروا تتكلموا معنا يعاز يرد بس ليه هل هي مربوطة ان المحافظات دي تصرف على البيسيار هل اتحاد القرى يعاني حالة فقر يعني يعني بس نبقى فاهمين هل مش عايزين يكملوا الدوري فعلا او على الاقل الدوريات دي وشيل ده من ده ارتاح ده عنده هل الاندية بقى هو كده هيفتح الصورة وخلي الناس بعد ما كنا بنحاول نقول انه راجل ابن تجارب وابن خبرات ما لم يجيب على هذه الاسئلة هو كده بيحط نفسه في مربع يعني فيه تساؤلات النشان عليه انت مش عايز دول عشان تراضي تانية او تالتة عشان فيه انتخابات انت عايز تمرر ناس معينة انا كنت بقول احمد مجاد ما يعملش كده لكن اللي بيحصل ده يخلي الناس تقول انا لسه متأكدتش عشان اقول وعندي ثقة اه طبعا احنا بنطرح السؤال بس يعني احنا بنطرح السؤال وطبعا انه انت في الاخر اي حاجة بتؤدي الى نتائج مزبوط النتائج هنا ايه انه مفيش كرة عشان خاطر مين عشان خاطر الناس مش عارفة تدير عشان خاطر الناس مش عارفة تسوى علشان خاطر الناس كذا وماذا ولا علشان هما بصرخولك من ضعف الامكانيات ولا عشان انت لو عندك وداية خايف وقت ازمة زي كده تفكرها وتصرف على التالتة والربعة وهذا حق اصيل ليهم ومتى تستبدل الجماعية دي حرام عليهم اللي بيعملوه في نفسهم متى تستبدل فكرة مساعدات بمستحقات ادي اول جمل اوصاب او كلمات لازم ترفع ولازم يعرف حقوقهم انت كده يا مجاهد لو لم تجيب بعد ما كنا كلنا بنقول انك راجل بلا هدف خليت اللي عاوز يقول ان الهدف هو اراحة ما تبقى من بعد التمنتاشر من الستة وتسعين ان هما يبقوا ناس عايزين يناموا بدري فبلاش امتحنات وبلاش مدارس وبلاش كورة وبلاش كل حاج ونلم بقى الورق ونتقل على الله او فليجيب اذا كان هناك ما هو حقيقي وما هو صحيح مئة في المئة نتمنى ان شاء الله خلال الايام اللي جاية يعني التصور من الاسئلة اللي لازم يكون لها اجابة واعتقد ان يعني يعني مش هيكون اكيد الاجابة غير عن طريق الاتحاد الكورة اللي صدر منه القرار ونفسنا برضي استاذ اصام يعني قبل ما اختم مع حضرتك ان لما يكون في قرار يطلع لازم نقول اسباب يعني ما انت مطلعش فيه منظومة اعلامية ويستطيع ويعمل مؤتمر صاحب بالضبط او يكلم زميلنا يعني الاستاذ اسامة اسماعين وهو قام وهام ان يخرج مفسرا او حتى يرسل للمناحي الاعلامية بعض التفسيرات عملنا كذا عشان كذا وانا بتصور كابتن استاذ حضرتك انه فريق العمل في البيت الكبير يتواصل حتى في الفقرة التانية لازال في البرنامج وقتا كابتن هاني يتواصل مع المهانسة احمد ميجاهد فهو اولى بالرد ما دمنا في قناة يتبع يعني مئات الملايين يعني وطرح هاني رمزي في برنامج اسمه البيت الكبير السؤال على المهانسة احمد ميجاهد انه لو الزمل طلبوه يجب ان شاء الله نحاول نتواصل طبعا مع كابتن احمد ميجاهد احنا منكن كل الاحترام لكل الناس كابتن احمد ميجاهد من الشخصيات المحترمة اللي هلاها خبرات كبيرة لكن طبعا ده اسئلة بتدار في الشارع المصري ولازم لازم يتجاوب عليها يعني بعيدا عن ان ممكن جدا بدون اجوبة حتى تتاجه الانظار لحاجات اخرى اكيد يعني مش حابين انها تكون موجودة خاصة بالانتخابات هل عشان دول خرجوا من الانتخابات بقى 96 نادي فيدول لا يبعدوا خالص فان شاء الله الفترة دا نجيب على هذه الاسئلة من خلال التحدي ان شاء الله ان شاء الله ان ده مهم خاصة وانت نرجع تاني لنقطة المونديال هذه الاخبار تترجم يا كابتن هاني وتعلمها وكالات الانباء وكبرياتها ومكتابها حتى الصغيرة هنا فحين يتم ده خبر زي ده ومجاهد عارف يعني ايه صحافة الحية كويس اوي لانه ليه خبرات وحتى الانه انتظر ايجابته ده كلام مش كويس انه يتعرف في بلد اسمها مصر ان شاء الله كل الخير لبلدنا مصر وتكون سنة سعيدة علينا كلنا وان شاء الله في الاطار الصحيح اقامة رابطة الاندية وعندنا بطولة كبيرة زي بطولة كاس العالم لليد ان شاء الله تكون بطولة نجحة ودايما مصر الامام ان شاء الله ان شاء الله كابتناني شكرا جزيلا بعد الفاصل معنا اتنين من نجوم كرة اليد القدامة في النادي الاهلي وحديث طويل عن كاس العالم لكرة اليد اللي يقام في مصر ان شاء الله من يوم 13 ل31 يناي في الفقرة الحوارات تانية نهاردة اتنين من اهم نجوم النادي الاهلي واللي وصلوا الحقيقة الرحلة حاليا مع اللاعب اللي بنتكلم فيها في عالم التدريب الاول الكابتن محمد يحي طبعا مدرب العام للفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي وايضا كابتن هشام عبد الوهاب اللي مشرفنا قبل كده والنهاردة المرة التانية مدرب فريق موليد 2002 في النادي الاهلي ان شاء الله انتم منورين طبعا انهاردة ميتكلم مع الكبات في كل حاجة كل حاجة لها علاقة بمنتخب مصر الكرة اليد والبطولة ونظامها والمنتخبات المشاركة وفرص مصري ان شاء الله يا رب يعني تحصل على الميدالية والحقيقة قبل ما نتكلم عايز اقول انه في ظل انه العالم كله النهاردة بيلغي بطولات بيتم تأجيل كتير جدا من الاحداث الرياضية حتى الاتحادات الدولية النهاردة بتأجل وبتلغي بعض بطولاتها زي كاز العالم للشباب في كرة القدم لكن احنا بنتكلم هنا عن إدارة وإرادة الإدارة المصرية اللي رفضت ده رفضت التأجيل ورهنت على نجاح البطولة اللي هتبدأ بعد الساعات قليلة جدا في ظل توجيهات ومتابعة مستمر أكيد من القادة السياسية والحكومة المصرية علشان تخرج البطولة ديت في أفضل سورة لها وبشكل يليق فعلا باسم مصر أنا برحب بيكم مرة تانية ومنورنا وفخورين ان انتم معانا نهاردة نحن متشرفين بوجودنا طبعا نحن كابتن هني طبعا متشرفين وفعلا زي بمحركة قلت دي مش أول مرة ودائما موجودين في البيتنا على فوق منورين البيت الكبير بيتكو طبعا يعني ان شاء الله هنتكلم على كواليس كتيرة جدا نتكلم على ملف مهم ملف كاس العالم اللي بتنظمه مصر في ظل الظروف الصعبة دية طموحاتنا ايه كمان حضراتكم من نواحي الفنية هتكلمونا على مجموعة مصر وفرصها ان شاء الله لكن نروح قبل ما نكلم مع حضراتكم نروح لتقرير مهم جدا مصر تستضيف وتنظم حدث كبير جدا جدا كاس العالم لكرة الياب دي التانية مرة مصر بتنظم فيها البطولة العالمية دي اول مرة كانت سنة التسعة وتسعين النهاردة في نسختها السبع وعشرين كابتن محمد في عشرين واحد وعشرين طول ايه مبدئيا عن تنظيم مصر لهذا الحدث العالم طبعا لو جاء نتكلم عن تنظيم مصر لبطولة العالم طبعا ده حدث كبير جدا جدا طبعا في زل الظروف اللي احنا بنعيش بها فيها العالم كله والتحدي زي ما حراجز ذكرت في الاول التحدي اللي احنا مسرين على قامة بطولة العالم عشرين واحد وعشرين مع ان فيه بطولات كتير اتأجلت وطولات كتير اتلغت بس ده بيحط على عاطقنا كلنا بداية من رئيس الدولة لغاية اصغر واحد في المنظومة ان ازاي بنشتغل عليها لان نوجه رسالة العالم كله بنجاح البطولة دي في زل الظروف اللي بنعيشها بكل الاجراءات الاحترازية اللي حصلة على مستوى عالي جدا 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 وفي لها كل الناس شغالة عليها بقوة فيه متابعة جيدة جدا 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 من كل الجهات المسؤولة على الكلام ده واتمنى ان شاء الله نزهر بصورة كويسة جدا جدا ونقدم رسالة للعالم كله ان احنا بننظم البطولة دي وقدرين ننظم البطولة دي لان على فكرة برضو عايز اوصل معلومة يمكن دي اول بطولة في تاريخ بطولات العالم يبقى فيها يشارك فيها 32 فريق دي اول بطولة ثانيا الجزئية التانية يعني وبصينا نسخة آآ 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 وتسعتاشر النسخة اللي فادت كان من نظمها دولتين المانيا ودنمارك حتى البطولتين العالم اللي جايين هينظموها اللي جاية السويد و بولندا 23 25 هننظموها ثلاث دول آآ هينظمها دنمارك ونرويج وكواتيا فده دليل ان مصر قادرة ان تقدر تتحمل مسؤولية كاس العالم يعني انهم من 2019 بدأوا يقسموها على دولتين او ثلاث فدي برضو حاجة كبيرة جدا 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 بالنسبة لمصر لمصر التنظمها الوحدة مصر الوحدة بمفردها بمفردها كأيمة بتنظيم طولت العالم مع ان 2019 2023 و 25 هننظمها دولتين و 3 دول يعني فده شيء طبعا شارف لنا وكل مصر يحسب لهم ويست الظروف دي طبعا كمان يبقى صعب تحدي كبير كابتن هشام تحدي على المستوى التنظيم واعتقد مصر ازبتت جدارتها حتى من خلال زي ما بتكلم دايما مع ضيوفنا في نسخة الامم الافريقية القدرة القدم 19 رغم دي الوقت لكن كنا على استعداد تام والدولة اصرت ان مصر تكون مستضيفة هذه البطولة بالمثل كمان كاس العالم الاندي ممكن اكتر انت بتكلم على 32 فريق دي اول نسخة ب32 فريق كابتن هشام شايف التحدي ازاي وامكانيات مصر لينجاح هذه البطولة يمكن انا هرجع شوية بالذكرة لسنة 9 لما كنا لسه صغيرين ومنروح الستاد ونتفرج على كاس العالم اللي كان بتلاعب في مصر هنا وكان التنظيم او سواء ان احنا قدرين ان احنا نقيم بطولة زي كاس العالم وده حدث كبير اوي ما بيحصلش وطبعا ان هو يحصل على ارض مصر دي حاجة ما بتحصلش غير كل زمن يعني صحيح فكون ان احنا بتحصل للجيل دوت فاحنا حقيقي كلنا مبسطين كمنظومة كرة يد كأسرة كرة يد كلنا مبسطين ان احنا في حدث زي دوت بيتلاعب على ارض مصر لكن طبعا في وسط الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها من احنا هيبقى فيه شوية اجراءات احترازية اكتر على موضوع الحضور وخاصة ان احنا في الفترة الاخيرة دي تسمعني كمان هيبقى مش هيبقى فيه حضور الجمهور او ده القرار ده طلعا بارح حقيقي لكن لكن وسط كل ظروف ديت برضو استقل زي ما كان لسه محمد يحي بيقول كابتان يحي بيقول كان بيقول ان احنا مصررين ان احنا هنقيم البطولة ديت فاحنا كلنا منظومة اسرة كرة يد كلنا مدربين وطبق يعني كل المنظومة بجهز فاني بجميع الأجهزة كلنا دفعين وكلنا في ظهر منتخب مصر ان احنا ان شاء الله ان احنا نبقى قائين يعني هننجح وهننجح البطولة ديت ان شاء الله عايزين نتكلم على مصر والمجموعات اللي هي فيها ومن حيث كمان القوة مصر كمان يعني انت نهاردة المواجهات صدور المجموعات شايفينها ازاي بس لي ايه سر زيادة عدد المنتخبات ل32 هي كانت 24 دي كانت 24 اه ليه زادت سنة وكان اول بطولة اتنظمت كان فيها اربع منتخبات فقط لذي اصلا اتنين وثلاثين ليه اتنين وثلاثين وهو بيحاول تسويقيا يعني تسويقيا انتشار اللي بقى اكتر في دعوة اكتر ابتدى يدي المساحة لدول في القرى الافريقية زيادة في منتخب زي منتخب روسيا داخل بدعوة من الاتحاد الدولي يعني هو مش متآهل بطولة اوروبا ولكن بدعوة من الاتحاد الدولي فبيحاول يوسع شوية المشاركات وانتشار طبعا اللي بديد دي حاجة اساسية اكيد اكيد وجزء تاني مهم جدا اعتقد في البطولة ديت كمان هنكون سعداء كمان بالبنية الاساسية كمان اعتقد لما بيكون في بطولات كبيرة زي ديت كمان البنية الاساسية بتساعد بعد كده بتساعد على تطوير اللعبة نفسها بيكون عندك ملاعبة الاعلى مستوى البطولة ديت على مستوى التنظيم على اربع صلاة السادي القاهرة انا شعرف كابتاني حريك شفت الصلاة ديت ولا لا بس هنعرض بدون تهويل حاجة يعني بجد فخر حاجة صلاة بإمكانيات عالية جدا بأجهزة بتكنولوجيا كان لها الحظ ان انا كون يعني ان كان في مبارات تجربية كان في مبارات تجربية بتحصل اه لا انا نحن نكلم على تجربية على الصالة نفسها اه بزبت مبارات الدور الدور بالزبت كده فبيبقى في حاجات تجربية بتحصل الاول فاحنا كان لنا شرف ان احنا بجد نكون موجودين جوه الصالة وان احنا نخش قبل الناس وان احنا ندفرج على مدى الابهار اللي موجود به في الاربع صلات اربع صلات اه ممكن كان لنا حظ بس ان احنا نخش صلاة اللي هي بتاعت عاصمة الادرية لكن طبعا شفت الصور وشفت الامكانيات بتاعت كل المجهود القائم اللي موجود في الاربع صلات بشكل احنا عندنا اه العاصمة الادرية استاد القاهرة ستة اكتوبر بالزبت ستة اكتوبر وفي بورج العرب ايه بس اخبر من كلام حضرتك كمان فيه نقطة مهمة جدا جدا انت حتى مش بتنظم من قاس العالم بس دلوقتي على الكلام في نقطة مهمة جدا جدا لها تخدم منظومة كورت اليد في المستقبل يعني النهاردة انا ما باجي اعمل معسكر لمنتخب او حتى لو انت هستفيد هستفيد استثمار من الكلام ده بالزبت جدا استثمار انت النهاردة بتلاقي الصالة موجود فيها فندق الاقامة موجود فيها جيم التاع موجود فيها صالة مغطاة موجود صالة للتدريب الكلام ده كله بيوفر عليك مجهود كبير جدا انت تتنين من مكان لما كنت عشت نتمر فده هيساعد عليك كمان حتى في تطور اللعبة ذات نفسها ان انت تقدر تشتغل على المنتخبات بتاعتك في الاعداد سواء انت بتتكلم على منتخبات ناشئيين منتخبات كبيرة يبقى فيه تواصل في اجيال فده عرف تشتغل عليها فكل المنشآت اللي حصلت دي هتقدم منظومة كورت اليد مستقبليا كمان مش في كاس العالم بس يعني انت بس تخطب بس ان انت تنجح في كاس العالم انت بتخطب كمان المستقبل ان شاء الله المستقبل كمان يا كابتن مش على مستوى برس المتخبات مصر انت ما يكون عندك بنية أساسية زي دي ان شاء الله بعد انفراج أزمة كورونا هتلاقي كمان الدول اللي حواليك عايزين نعمل معسكر فين لا مصر عندها بنية أساسية عندها صلاة ده كمان ماركتنج وفلوس دقلة بشكل كبير جدا على مستوى التسويق ولو اتكلمنا على مستوى التسويق على مستوى كمان الصحافة العالمية احنا بناخد جزء مهم جدا ان هذه البطولة بطولة عالمية كبيرة ماذا صدى اتنين وتلاتين او واحد وتلاتين دولة كل يوم بتجيب خبر من مصر عن هذه البطولة ماذا الاستفادة ان مصر اسمها بيتردد رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة جدا لا ان في بلد زي مصر بتعمل بطولة عالمية على مستوى كبير جدا وده شيء كمان مهم احنا انا عارف احنا جانا قبل كده اتعملنا مع بعض انا عارف تعرف النظام اعرف النظام الدور عليه لا بتكلم على يعني على النواة يعني حتى الصحافة العالمية وده مرضودها على منظومة كورت وقدم في مصر هتبقى عاملة ازاي كمان احنا بنتكلم على يعني لو بكلم على مصر فهنا مصر بتنظيمها الكاس العالم ده بتدي رسائل كبيرة قوي للعالم الخارجي كله بالدول اروبا نحنا يعني صوف اربعنا والصوف قريبين شوية قريبين حتى من قيمة من التكنولوجيا وده الحاجات اللي كانت دايما عاملة الفوارق اللي بينا وبين الفرق الاوروبية ان استخدام التكنولوجي والعلم في الرياضة غير اللي احنا كنا بنشوفه لما نيطلع العلم مع الفرق بار اه طبعا بالحتة بتاعت الروح ومش عارب ايه وكلام من ده اه ممكن نكسف لكن طبعا في الاخر خالص دايما العلم بيكسف في الحتة دي فعشان كده من دمن الحاجات الحراكة لسه كنت بكلم عليها كابتان هاني ان البنية الاساسية دي دي عامل مساعد جدا للناشئين والوقتاع الكورت اليد اللي موجود في مصر كل الكلام ده البروغراسيق بتاعه على المدى البعيد هيبقى اكتر بكتير وهيبقى احسن بكتير نفسي كنت تكون البطولة دي تحضرها جماهير دي طبعا الجماحة اللي احنا عايشينها وبنتعايش فيها للأسف بس كان هيبقى مهمة جدا بس ان شاء الله عندنا اتنين وثلاثين او واحد وثلاثين منتخب يرواجوا الاسم مصر برا ان شاء الله يا رب ويعني ونخلص من الجائحة دي على خير لو اتكلمنا بقى ندخل بقى في البطولة وندخل في مجموعتنا مصر يا جماعة تامن عالم في اللعبة دي بطل افريقيا في اللعبة دي فانت بتتكلم كمان عن لعبة مصر بتتصدر فيها يعني يعني ارقامك يا سيئة يعني دور مصر احنا هنلاعب السويد وتشيك وتشيلي وتشيلي صعبة المجموعة دي كابتال محمد هو بصراحة احنا بشوفها من موقع نظري كان اختيار ناجح من الاول لان احنا طبعا في نظام القرعة من الاول بتتقسم اللي فيلاد في الاول وبتالي خسار القرعة والبلد المستضيفة بتختار المجموعة اللي هشارك فيها انا شايف من الزكاة ان احنا نشارك في المجموعة دي لان طرينا لغاية دور التمانية هيبقى كويس جدا بمعنى احنا حتى مجموعتنا سواء تشيلي سواء التشيك سواء السويد هي مجموعة مش هقول ان هي ضعيفة ومش هقول ان هي قوية قوي ولكن في نفس الوقت حتى فيها تدرق فني يعني حتى انت رأي في المقابلات هتقابل المواعيدة المواعيدة بالضبط هنقابل تشيلي الاول هي في مستوى فني وتاريخي بالنسبة لبطولات كاس العالم اهل هكذا نقابل تشيك هكذا نقابل السويد السويد افضل احنا بصنا بصنا لمنتخب تشيلي الاول هو منتخب تشيلي بداية مشاركاته في كاس العالم اصلا سنة 2011 فيعتبر شوية منتخب حديث شوية في بطولات كاس العالم هو شارك فاربا بطولات بس في كاس العالم وعمره مع عدة الدول الرئيسي او اللي هي البطولة اللي تتعامل من الترتيب كاس الرئيس في البطولات مع عمره اكبر مركز جابه او افضل مركز جابه المركز 21 تقريبا في بطولة 95 يعني انا ااسف في 2015 فلما نجي نتكلم برضو عن المنتخب اللي بعده منتخب تشيك هو عدد مشاركاته في بطولات العالم برضو حوالي خمس بطولات عالم افضل مركز او كان مركز التامن سنة 95 تقريبا في اسلندا لكن هنيجي نتكلم على السويد هي دايما الفرقة بقى نتكلم على فرقة السويد طبعا لها باعة كبيرة في بطولات العالم ومشاركة 24 ومشاركة بطولات العالم بنسبة كبيرة دايما بتقى في المربع حتى لما دات ترابع العالم اعتقد واخد اربع بطولات عالم واخد تلت مراكز فضية واخد اربع مراكز برونزية فهي على طول في المربع الزهبي حتى لما كانت بتعمل زي تحليل يعني تحليل اللي بينزي بعمار السنية احدى لو تجديد للمنتخب انت حرك ما حسيتش بالفرق ده يعني احنا لو لو جينا حسبناها هتلاقي منتخب مصر قابل منتخب السويد في بطولات العالم تمام مرات في تاريخ بطولات العالم احنا خسرنا سبع ماتشاط وكسبنا تسري تعديلنا مباراة واحدة فهو دي تعطوى المباراة الصعبة في المجموعة وهي دي هتبقى بداية طريقنا يعني لان انت ورد نتكلم باستفادة على طريقة هنقابل نظام المجموعة هنتكلم عليه هنتكلم لسه عن مجموعة نظام البطولة بس اعتقد المجموعتنا كويسة تدرج الفني فيها كويسة تبدأ مباراة اقل فالأعلى مستوى وان شاء الله ربنا نتكلم وبعدنا الثاني فيها كابتن محمد وكابتن هشام ان احنا اول تلاتة متصدرين هو بس الاخير هو الاوت صح؟ لا مش عود هيروح كسر رئيس برا البطولة يعني اسهل شوية من مجموعة كرة القادم بس مهم كمان ان احنا نفضل في القاهرة ما دي جزء مهم جدا يعني كمان احنا الساعات بنحسابها حتى في البطولات الافريقية لما يكون بنلعب في مكان لا احنا عايزين نحافظ على المكان ده وخاصة اول تلات مباراة عليه وانت يعني عايز فالمكسب يعني المكسب في التلات مباراة اديك كمان او لو انك تفضل موجود على ارضك بدل ما تتنقل اماكن اخرى يمكن كان العامل يا كابتن هاني في الموضوع دوت الاول والاخير كان تواجد جماهير في المكان في العاصمة طبعا امر راحة نفسية وكل حالة اللعيبة لكن انت حرك لو تنقلت في اي حاجة من الاربع صلات مش هتحس الفريق خالص لكن الفريق دوت والتكوين بتاع الفريق دوت ان شاء الله بازن الله صدقني يعني يمكن عشان احنا جوه اللعبة بقالنا شوية وعارفين جوه المطبخ ويمكن شوية كمان يمكن فيه سن التعارض شوية مع فرقة زي السويد فرقة السويد السنتين اللي فاتوا واحنا بنلعب كاس العالم الموليد 98 والموليد 2000 الفرقتين بتوعنا المنتخب مصر كسبوا الفرقتين بتوع بتوع المنتخبات المنتخبات اللي عاون وده معناه وده معناه نحنا كمان زي ما هو فيه فيه تدرج في المستوى بتاع السويد لأ مستوى مصر بقى ماشي بشكل اعلى كمان ومش بس كده حكسبناهم في المرتين فبنسبة كبيرة فرق اللي موجودة في كاس العالم اغلبيتها من تكوين فريق من الموليد ديت ودائما بيعتمدوا على الكلام دوت وم بيقصرواش فيه خالص اوهم ما بيفرقش معهم الحاجات دي هم عندهم عن الناشق اللي طالع دوت مهم اول نسباله انه هو يطلع يلعب البطولات العالمية عشان بعد كده يبقى السوب التسويق بقى يروح فرق فمن هنا احنا الحمد لله التكوين بتاع المنتخب في وسط المجموعة دي بإذن الله يبقى كويس ان شاء الله بإذن الله نطلع للفل اللي بعديها يمكن الصعوبات بتاعتنا هتبتدت وجهنا في الاعتقاد الشخصي طبعا من الدور التمانية من الدور التمانية وانسا نحن نوصل للتلت فرق والتلت فرق يطلع منهم فرقتين طيب عزين بقردو سامني عرف نظام لأينا أنا قريت نظام البطولة مختلف تماما عن كرة القدم النظام مختلف خالص فيه ناس بتلعب يعني بيقض أول ثلاثة يعني كابتن محمد اتكرم حضرتك حتى الأستاذ المشاهدين نظام البطولة عامل إزاي هو نظام البطولة زي ما ذكرنا في الأول كابتن هاني إن احنا أول بطولة عالم هتلعب 32 فرق 32 فرق مقصمين لثمان مجموعات كل مجموعة أربع فرق هياخد أول وثاني وثالثة المجموعة هينضم للمجموعة المجارية احنا مجموعة السابعة هنضم مع أول وثاني وثالثة المجموعة التامنة بس بنتيجنا بمعنى إيه بنتيجنا يعني المنتخبات اللي احنا قابلناها في الدور التمهيدي مش هلعبها تاني في الدور الرئيسي يعني احنا لو احنا نفترض صعدنا احنا وسويد وتشيك مثلا هنروح أنا مش هلعب السويد تاني هطلع بنتيجي سواء انا كسبت ان شاء الله او لقدر الله في هزيمة يبقى النتيجة دي محسوبة خلاص انا مش هلعبه تاني ولكن اللبناط محسوبة يعني اللبناط من الدور المجموعة الأولاني محسوبة محسوب في الدور التماني كان بنت مع الفرقتين اللي تقصعدين معايا انا لو كسبانهم فده بيدين بالزبط كده هروح الناحية التانية هقابل اول وثاني وثالث هلعبهم برضو تلات مباريات الست فرق هياخدوا منهم اول وثاني ده يلعب على طول دور التمانية دور التمانية منين من برضو من المجموعتين اللي هي الخمسة والستة اللي جايين منهم برضو نفس الكلام اول وثاني نلعب دور التمانية و بعدك ان شاء الله دور التمانية بتقل نوك قوت اعطاهم بالزبط كده ده لوك قوت من دور التمانية خروج المغلوب على طول بالزبط كده يعني دي ودي من الحاجات اللي كنت لسه بتكلم مع حضرتك فيها ان احنا حتى برضو ان شاء الله المجموعة ده رحلها بنسبة كبيرة برضو كويسة يعني ان شاء الله برضو هيبقى فرصتنا كبيرة جدا للتأهل ولكن ان شاء الله نتمنى وده ان شاء الله هيحصل ممكن كابتان هيشام كان لسه بتكلم احنا برضو زي ما فيه دول كتير اوروبية ومنتخبات حصل لها تطور كبير قوي في كورة اليد نفس الكلام منتخب مصر وده وده فعلا احنا بنتكلم زي ما بيقول كابتان هيشام ان احنا المطبخ وشايفين ده بيعنينا لا دي حقيقة احنا مش بنتجمل في منتخب مصر كأمنية فقط لغير لا احنا امكانياتنا تأهلنا لده بعد ذلك احنا عايز اجل اسم اسم الحقيقة لان احنا عندنا محترفين في اللعبة دي اه وحارس المرمى هندوي كمان احنا نتكلم فيهم بالتفصيل لان ده حقهم احنا عايز اشكرهم الحقيقة وبنتكلم كمان على مدير فني عالمي يعني افضل مدير فني في اللعبة دي في 2019 ده هيروح بقى ده خلينا روح لفرص مصر في تحقيق البطولة دي واللقب ده شايف فرص مصر ازاي كابتان هيشام اه زي ما كابتان هيح لسه كان بيقول احنا مش هنجمل فيها يعني احنا احنا شايفين التطور اللي بيحصل من فترة طويلة ودايما يمكن اتحاد كرة اليد حتى يعني ما بين التسلسل ما بين الاتحادات نفس السيستم بيبقى واحد بحيث ان احنا التطور دوت محطوط وفيه بلان محطوطة ومخطط والناس دي مش عليه من الاتحاد من زمية من ايام كابتان حسن مصطفى من ساعة ما كان موجود دكتور حسن مصطفى ناس لان ساعة كان موجود في الاتحاد والتطور دوت والخطوات دي موجودة ودلوقتي احنا شايفين بقى الناتج ده عالية احنا يعني لا احنا دلوقتي من نفس الفرق الاوروبية بشكل عادي ما بقتش عندنا المشاكل اللي كنا بنقابلها قبل كده واحنا كنا بنلعب منافسات بالفلاف العالي عارفين كويس اوي الاحساس بتاعليه بعمل ازاي ان انت حاسس ان فيه جاب كبيرة فيه فرق كبير بين اللعيبة وبعضها دلوقتي المستويات المنتخب بتاعنا منتخب الحمد لله احنا عندنا اكتر من خمس ستة لعيبة محترفين برا في فرق قوية ومؤثرين في فرقهم كمان بشكل كبير قوي وزاد عليهم كمان احمد يشام دودو اعتقد انهم اللي هو راح نام الفرنسي مع سند يعني شكل المنتخب لا وهما بيعابه نام فرنسي احنا نام فرنسي وفرنسا من الدورة قوية ومش باست كده وبيباني الخطوات من هنا كمان لقدام للي بعد كده يعني بيباني الخطوة اللي من دلوقتي اللي احنا مشيين فيها للي بعد كده اللي احنا شايفينه فيه تطور كبير اهو في منتخب واكبر دليل على كده المطشاط اللي احنا لعبناها في الفترة الاخيرة دا يمكن مع البحرين مع البحرين اه مع البحرين وكفي مع اليابان يابان فرق يابان مرتين تعريبا مرتين ومرتين والبحرين مرتين والبحرين برضو كمان مرتين اه اللي عبنا هنا ولعبنا في المامة صح؟ اه فلا لحنا عندنا الحمد لله عندنا تكوين لمنتخب قوي جدا اه يقدر ينافس قادر أنه هو يقدر ينافس منافسات كاس العالم اللي جاية ديت وإن شاء الله بإذن الله لجميع الجماهير بجد كلام ده إن شاء الله تفاعله بمنتخب مصرية النفس يحضر الجمهور نحن نتفاعلين إن شاء الله إن شاء الله بس عايزة أروح لنقطة المدير الفني المدير الفني برضو كلمنا كابتن محمد عن مدير الفني لمنتخبنا أعتقد هو القايمة عشرين لكن هو ضم تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين في القايمة لكن القايمة الرأسية هتبقى عشرين لابس إيه الحاجات اللي ممكن خلاص البطولة الرابط هل هيشتغل على نواحي بدنية أكتر ولا نواحي فنية عملنا مباريات ودية بشكل جيد كسبنا اليابان مرتين إيه الفرقتنا قبل يمكن أيام قليلة جدا من انطلاق البطولة العامل البدني حاليا لاته مش هشتغل طبعا عن عامل البدني هيبقى أكتر الشغل فني هيبقى أكتر الشغل إزاي هيشتغل على نقاط القوة والضعف اللي هيتكلم عليها رؤية المنتخبات اللي انت حركها تلعبها بيحط مثل ريهات المباراة خلاص هو يتهيلي دخل دلوقتي أجواء البطولة خلاص احنا هلنعب بعد بكرة أول مطش إن شاء الله المفتتاح فهيبتدي الدراسة الفنية لأن خلينا برضو نتكلم بكل وضوح إزاي ما بيقولوها كده اللي ذاكر ذاكر عمره مباراة هنتكلم في أي شغل انت هتضيفه دلوقتي بل بالعكس انت كل الشغل اللي اشتغلت على الفترات اللي فاتت سواء تدريبية سواء مباراة ودية لأن احنا جميعا التدريب أو المباراة الودية دي أعتقد حتى مع النتيجة المكسب كل مدرب أو برندو طبعا مع المنتخب الوطني بيبقى ليه أهداف من كل مباراة يعني ممكن أنا كمدرب ممكن أكون رايح مباراة المكسب طبعا مهم ولكن أنا بيبقى ليه شغل معين عايزة طبقه عشان أطلع بالنتيجة أنا وصلت لإيه في الشغل اللي أنا عايزه سواء لأني زي ما احنا عارفين يمكن الاتحاد المصر كرة اللي قد لما تعقل قبليه مع ديفيد بردو كان أسباني برندو أسباني فإحنا النهاردة انت بتخاطب المنتخب الوطني الأول والمنتخبات الشام والناشئين انت بتحط مدرسة أو طريقة لعب بتعتمد مثلا على مش عايزة أخش بحتة فنية قوي إزاي بيخش على مصارات اللعيبة وعلى أقطع مصار الكورة وإزاي الوقافات في الملعب فالكلام ده ما بتطوروش هي ده استكمار رسالة مسلا جاب اشترى مع مدرب أسباني فترة كويسة وصلنا لثامن عالم جاب مدرب ممكن يكون إمكانياته أعلى شوية منه فشغال عليه فمش عايزة أخرج بره النطاق اللي هعنا حراك بنتكلم فيه فأعتقد الشغل اللي هو اشتغله طبقه شايف وصل لفين هيبترى يشتغل أمكانياته كل الشغل اللي هيشوفه دلوقتي هيبترى يدرس كل فريق وطبعا ده أكيد برضو حاصل مش لسه طبعا هيدرس أكيد شايف المنتخبات كويسة هيحط السيناريات بتاعت المباراة بتاعته طبعا هيمشي وورا وورا إن شاء الله يعني لأن بطولة العالم هي مشهور طويل بزفت مشهور طويل عايزة تكلم عن استفادة المنتخب من وجود الراجل ده في الفترة الحالية مع المنتخب بس عايزة نفكر الناس طبعا اللي هي تابع مباريات مصر في دور المجموعات من مونديال اليد احنا عندنا المجموعة احنا المجموعة السبعة مصر وتشيلي اليوم الأربع 13 يناير الساعة 7 بالليل على صالة رئيسية في استاد القهر كل ما تشطنا طبعا انت البلد المضيف فتلعب على استاد القهر فيوم الأربع 13 يناير يوم الافتتاح مصر وتشيلي بعدها ثلاثة أيام مصر وتشيك السبت 16 يناير الساعة 7 مساء على الصالة الرئيسية قلنا باستاد القهراء الدولي هنفوت يوم وهنلعب مع السويد يوم الاثنين الساعة 7 بالليل فلينا ثلاثة نتشاط كابتن يشام صح مظبوط مظبوط يمكن أقواهم مصر والسويد آخر يوم لنا يعني ده دي أقوى أقوى مباراة تقريبا مش هنستبعد أي فرقة يعني يمكن في التخطيط في الهندبول بشكل عام لا أنت فعلا آه لو نتكلم على كوى الفرق السويد على الورق هي أقوى فرقة موجودة لكن فعليا في الملعب نحن لسه ممكن منعرفش فرقة عملة زي آه ممكن طبعا قبراته مقال كتير أوي لكن في فرقة زي مثلا برازيل في مرة يعني في تطور من حوالي مثلا ست سبع سنين مرة واحد بقى في فرقة مرة واحد كبيرة بقيت نفس ونفس ومن نفس المكان برضو يعني نفس نتكلم عن نفس القارة فعلا بتكلم على فرق ممكن في طولة ما تعرفيش ردود السيناريات مفتوحة لكن لكن على الورق آه السويد هي أقوى فرقة موجودة ودايما أعتقد برضو يعني دايما حتى في قرة القدم بيقول لك الفرق الدون أسماء كبيرة هي اللي ممكن تعامل لك مشاكل لأن حتى الاستعداد النفس اللعيبة بيكون شوية مهما كان المدرب بنفس الدرجة فممكن يحصل مفاجئة لقدر الله يعني بس أنا أنا مع حضرك طبعا أتفق محرارك مليون في المية يعني بس في كرة اليد ما بتحصلش قوي زي كرة القدم يعني كرة القدم ممكن فرقة تقاطل في وراه وتجيب جنه وتدافع وتكسب وراه وتبقى مفاجئة آآ لكن في كرة اليد أعتقد الامكانيات بتبقى واضحة ولكن زي ما كابتوني شون كان بيقول فيه فرقة برازيل فيه فرقة البرتغال اللي أنا توقع في كاس العالم ده تبقى الحصول للسود في كاس العالم ده ليه فرقة البرتغال نفس فرقة هزير حصل لها طفرة عالية جدا في المستوى الفني بقى لها كام سنة وبالذات حرك لما كنا لسه بنتكلم في النقطة إن إحنا شباب وناشئين يعني كاسبين الدول دي فلما نطلع منتخب أول هنقدر ننفس مع الدول دي نفس الكلام برتغال لما تيجي حركة بص المنتخب 98 اللي هو منتخب الشباب ومنتخب الناشئين بتاعهم نفس الكلام عندهم نفس التطور ده أو التفرة دي فيه فرقة آآ ممكن نلع منه لكن فيه فيه منتخبات برضو الحسابات جوه كرت اليد ما بتبقاش المفاجئات كتير لكن آآ فرقة زي البرازيل فرقة ممكن تتعب منتخب معين فرقة زي البرتغال لكن ما بتبقاش المفاجئات كتيرها روسيا بس فيه مشكلة مشكلة في روسيا روسيا كان لغاية عام تسعة وتسعين الف سمعة وتسعين كانوا واخدين اتنين بطولة عالم تلاتة وتسعين وسبعة وتسعين وبعد كده اخدوا مركز تاني في تسعة وتسعين وكانت من الفرقة الأقوية جدا 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 في بطولات العالم ولكن من تسعة وتسعين لغاية الفين وتسعتاشر ما دخلوش مربع زهد يمكن الفين وتسعتاشر وهو دي مركز الالبعتاشر آآ هم جايين بطولة هننازل جدا هم جايين بيبحثوا وديها في المجموعة اللي هنقابل منها في المجموعة التام آآ يعني في المجموعة اللي ان شاء الله هنقابل منها بالزبط فالروسيا من الفرق اللي بقالها عشر سنين مثلا آآ المستوى متراجع جدا جدا فهل هي فيه التطور هنشوفه بس أنا من الناس اللي ما اعتقدش ان التطور من الفين وتسعتاشر افين واحد وعشرين يحصل طفرة عالية آآ يحصل نتيجة ايه يعني يا جيل بيتغير بيطلع لك أجيال تانية صغيرة او الكلام ده مش موجود فمشهز المرار بيبان من تطريب التصفيات بيبان من تطريب التصفيات وموصلش من التصفيات طرحنا معنا واحد على التليفون هو صحيح في فرنسا بسعاشر الاجواء دي والفترات دي يعني في بطولة اليد الكابتن سامح عبدالوارث اهلا بيك كابتن اهلا بيك اهلا بيك كابتن اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يحياء واشام كابتن آل اهلا بيك براحة بيك طبعا في قناة النادي الاهلي وبنقول لك يعني كل سنة من تضايب سنة سعيدة ان شاء الله عليك ومتابع ازاي اولا متابعت ازاي تنظيم مصر لبطولة كبيرة زي كاس العالم آه لكرة اليد وانت اعتقد كمان عشت هذه الاجواء بشكل كبير جدا وعايش في بلد تعتبر من افضل البلاد على مستوى العالم في كرة اليد كابتن سامح هو طبعا مش يعني مش مصر برضو دولة تعتبر دولة كبيرة في كرة اليد ومش مش حاجة مش حاجة جديدة عليها يعني تقزيم احنا نضمنا بطولة العالم ويمكن بقى لنا دلوقتي اكتر من من ثلاثين سنة بنلعب بطولة العالم نفسها مع الفرق الكبيرة فعندنا برضو عندنا فرصة كبيرة بس هي يمكن شوية الجمهور يعني انا بعلق على الجمهور هو عمل كبير كتا كتا ان يعني كانش يعني عمل كبير فيه جمهور يعني او لا طبع عامل مؤثر اكيد اه عايز اعلم بيأثر الزيبة عامل الجمهور بقى كفر اه يعني اقول لك حاجة يا كبتنان يعني مثلا احنا ما كنا بنلعب احنا كنا نلعب كتا الفرق بتخاف تنزل تسخن اه من صوت الجماعية تسخن كانوا بيسخنوا جوة تحت خالد حايفين من الجمهور المداري بيقولك الحكام تنزلوا لا ننزل على الاخر على اخر الاول على الصفارة بتاعت المداري عشان ينزلوا بس تسخنوا خمس دقايق عشان فيهم الجمهور كان عامل كبير كبير اوي يعني احنا كتير اوي الحمد لله يعني يعني كان فيه مداري كانت ممكن تروح من لنا واحنا بنلعب على على العامل ده عامل الجمهور يا كبتن سامح ممكن يؤثر يعني على اداء الفريق شوية اداء المنتخب هو هو الولاد كويسين وعندهم خضرات حلوة وفي وفي كده مزيق كده وفي خليط حلوة في الفريق يعني وعندهم فرصة كبيرة عندهم فرصة كبيرة انهم يعملوا حاجة بس برضو الكمهور يعني عامل رئيسي طبعا اه عامل رئيسي طبعا وخاصة في الصلاة المغلاقة يمكن في الكورة يعني الملعب بيبقى واسع قوي لكن انا حضرت مباراة باسكت وهاندبول العامل الجماهير والصوت القاع نفسه ببقى صوت بيرج وبيدي حافظ اللعيبة اه بيرج انا يعني ما تقدرش تسمع اللعيب جنبة صحيح 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 بتعمل خطة خطة يعني تيجي تتقرب منه عشان يقولك هتعمل ايه صحيح لكن طبعا هي الظروف اللي المصر بتمر بيها وحرص طبعا المسؤولين في مصر والحكومة المصرية طبعا سلامة الناس اهم اكيد من اي حاجة فدي اجراءات احترازية كان لازم كان لازم نقوم بيها يعني لكن وجهة نظرك الفنية في المجموعة كابتن هناخدها خطوة خطوة وجهة نظرك في المجموعة وطبعا واللكباتين بيأكدوا ان شاء الله ان مش هيكون فيه مشكلة وان احنا بإذن الله يعني هنعمل نتائج جيدة فيه اول مشوارنا للوصول ان شاء الله لمباراة النهائية انا شايف ان مصر تكون اول مجموعة بالنسبة لازم ما رب مصر تكون اول مجموعة يعني طبيعي الطبيعي الا لو حصل بقى مفادئات او دروبات او في اي حاجة هو مين ابرز نجوم الجيل الحالي في المنتخب دلوقتي اللافتين اوي نظر كابتن سانح والله يعني هما الست المحترفين هما يعني هما يمكن ابرزهم احمد يحيا محمد ممدوح مجل حرس مرمو وسند ودود محمد يشام يعني منهم لسه لسه طلعين ولسه برضو وسند يمكن عنده خبرة وفيه طبعا الباقي اللعيبة اللي موجودة برضو اللي هما من مش هارج بلاعبه في مصر يعني برضو لعيبته قال وعندهم خبرات يعني عدد الماتشات اللي لعبوها لو جينا مبصينا عدد منشات كتير فالعيبة تقالزوا خبرة يعني باروندو كنا منسأل الكباتن دلوقتي عن ازاي المنتخب استفاد من الراجل ده الأسباني في الفترة الحلاء مع المنتخب كابتن سامح والله هم 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 تظلموا شوية في كل الصروف الحالية يعني كوفيد اللي موجود هم يدخل تظلموا في عدم عدم تجمعه كتير وعدم يعني التدريب مع بعض كتير فهو ده شوية يمكن يعني كانش عندهم الحاج يعني فيه بس هو المدرب مستوعل جدا الهندبول بتاعه هندبول المدرسة الأسبانية معروفة طبعا مدرسة قوية فيها فيها فانيات عالية وأنا شايف يعني هم في آخر آخر ماتش ليهم هم يعني يعني يدرب فيه 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 تأثير فيه على الفريق فيه تغيير كبير باين علي ان شاء الله التغيير يكون إيجابي كابتن سامح انت ان شاء الله بإذن الله حضرت كليك تجربة طبعا في كاس العالم تكلمنا والناس اللي موجودة واللعيبة لو كانوا بيسمعونا أجواء كاس العالم مختلفة وانك بتلعب في أكبر لفل على مستوى العالم في كرة اليد احكينا كواليس ولو في بعض المواقف في كاس العالم اللي مريت بيها يعني مثلا احنا ماتش كنا في أطلنطا 96 في أطلنطا في الأولمبياد كان ماتش اهلنا للدور كان ماتش ألمانيا ومصر وألمانيا حتى كسبنا ألمانيا في الدور التأهيل يعني كان ماتش في الأول كنا مغلوبين وكان في كان كنا مغلوبين في أربعة تجوان الحمد لله قدرنا يشد روحنا ومع أن هناك ما كانش فيه أمور ما كانش فيه أي حاجة خالص والحمد لله يعني قدرنا نكس كماتش كان معنا طبعا الفديق طبعا طبعا كي بتاعنا كل حمد العطار حمد غريب عياس اللبيب جوهر نبيل عشراف عواد عمد بيوشي أيمن صلاح كلنا الحمد لله قدرنا 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 تقتل فرق الأعجاب والحمد لله خذنا الموتش في الأكل يعني وده ودرس حضر أنه أسلم الأول على كابتن سامح عبد الوارس يعني كتير قوي من الناس ما تعرفش كابتن سامح عبد الوارس للأسف يمكن ما فيش السوشيال ميديا والحاجات اللي موجودة دلوقتي وانا ياسعنا بقى طعب جد هو حشنا جدا طبعا هو قاله كتير مش موجود هنا جواه القاهرة لكن كابتن سامح كابتننا وحقيقي واحد من أساطير كرة ياد والله ما بيقول الكلام ده عشان هو موجود بس واحد من أساطير كرة اليد للناشئين اللي موجودين دلوقتي للأسف ما كانش لهم الحظ أنهما يشوفوا أنا كنت واحد من المحظوظين إن أنا لعبت جانبه في يوم من الأيام حقيقي هو ده كان أسطورة كابتن سامح لو تقدر تحكينا على ماتش على ماتش رومانيا في كاس العالم سنة 95 كابتن سامح لأننا أنا وكابتن من شام بندردش مع بعض في الخباسة كده على الماتش ده عايزين نفتكه الماتش رومانيا 95 في كاس العالم في إسلام ده الماتش حاليا كنت فيه 17 جونت قريبا 15 15 جونت قريبا أنا عايز أقوله حاليا غاية النهاردة ممكن أفضل عيد وأتفرج ماتش ما حصلش في التاريخ خمستاشر خمستاشر الملعب هو شخصية كابتن سامح عبدالوارس عمل مباراة فوق الرأة عمل مباراة فده اللي إحنا كنا نعزين نسأله عليه كلمنا عن المباراة دي كابتن سامح بعد إذن حضرتك يعني والله يعني حتى المباراة دي أول 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 كورتين أنا أنا شتوم بار يعني نزلت نفس خلاص الماتش قافل الرومانيا من فرق التييلة وهم يتميزوا بالقوة البدنية والجسمانية والموال وعراض وأقوية أقوية غناف اللعب يتلعب لازم تيجي تلعب تقرب منهم والشاعات لما يجي لعبوا ماشي هم كانوا بلعبوا اللي هما ستسرفت تحت مفول وهم طوال يعني واحد بيقف 10 متر وشوية ويصفع يدي بيبى 3 متر ويصفع 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 طيب فجينا 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 كان طبعا معي أحمد العثار وكان معي كان جام بياسر لبيب وأحمد دلال وكان تحت جوهر وكان جام بمحمد عشور والنحن الثانية في البيوانج كان فيه عمر الجوشي فالحمد الله يعني أول كورتين أنا قلت بس لأفلا وثلاث حتى برا كان معنا عرسل طعدين والدكتور كريم راض طلعني قعدني بس ديتين قال لي هذا كده وركز ونزلته الحمد لله يعني زي ما طول بقى بأشوت وانا قاعد بكيجي بول وانا واقف بكيجي بول مش كابتن سامح كان بيلعب هو كان الوحيد اللي بيلعب ناحية بايده يمين لازم عنده اكسترا موهبة بوسطه بحركة فنت رجليل لغاية دلوقتي ما تنسيش الوحيد اللي كان بيعمل فنت اللي هو بوسطه وهو ناحية مكان مش بيلعب بايده مش بايده مظبوط طبعا زي كده المفروض الباكي يمين بيبقى أشوال لازم كون أشوال لازم كون أشوال لأ أنا عايز أغطي كمان كابتن سامح لأن فيه حاجة معينة كده أنا لغاية النهاردة في المجال التدريبي بذكر كابتن سامح وأنا طبعا مبسوط جدا جدا إن احنا كابتن سامح معانا في المداخلة دي لأن طبعا ده من أساطير كرة الياد يعني فدائما يدي مثل في إيه على الكرة اللي بتكلم فيها كابتن شام اللي هو بيلعب باكرا يتبقى ييده اليمين دائما إحنا في المستوى السني أو العمار السنية الكبيرة لو التكنيك بتاعه بيشوت بطريقة معينة بيضرعه فنقول له أنت مش تعرف تعدل هو فكنت دائما أسمع معلومة أنا معرفاش فعزة أجر كابتن سامح أول مرة سألو في حياتي قالوا إن كابتن سامح دي كان أول مهارة تتعامل إن لعيب يشوتها من الجنب ينوت وشوت من الجنب ما كانش حد بيعملها نهاء إيه غير كابتن سامح فقالوا إن تدمن كان مدرب ألماني ماسك المنتخب لما لقى تكنيك وبيشوت من الحتة دي هو اشتغل على تطوير حتى لو التكنيك غلط هو اشتغل على تطوير التكنيك ده ما حاولش يعدل له عشان مش هيتعدل في عمر سني كبير ويعلمه تكنيك كبير وقدم اترسخ عنده في الدهاز العصر والمركزي بقال لك أشتغل عليه فعايز أعرف هاي المعلومة دي صحيحة الأول ولا لا وطريقة التصويف دي جات من إيه بس اللي كانت مهارة جديدة على العالم كله أولا اقول لك الطريقة جات إزاي أولا لما كنت أنا اتساعدت وأنا ضغير كنت بلعب في الفرقة الأسوائية كنت ماشي دين فروحت لقبت معهم كاس عادل فكان فيه كان لسه باول تمن كان لسه معانا وكان لديه تفرج علينا فكان باللعب فكنا باللعب كان روسيا وكان روسيا أكبر فأنا ما كنتش قادر كنت لسه برد كنت لسه شوية ضعيف يعني بدا طالعي أنا طوال مش عايفة شوية مرفوع ازل من تحت أسل لسه عاديت لها متدرس أنا بفكر في الحلول صغير ليس أنا طالع نشهين بفكر في الحلول فقعدها ما أجيب أما تليها تساعات البريل الأول جيت ليه باول تيبان بقول لي أنت فاكر الماتشي فقلاني لما كنت شوت كده عازك شوت كده عازك بقى عفضل زي ما انت اشتغل عليها بعد مهارة بيت ودرس لفور تليات لأن مهارة خاصة جدا ومش محدش ميعملها كمان المهارة كمان فيها حاجة إلاك إنت إزلية تشوتها من الجنب وإنت في الهواء صعبة جدا إطلع وإنت في الهواء مش عالقرب دي حاجة وعندك اللي هي من كذا زاوية يعني هي دوايا وأعتقد كابت سامح لو أنت ناحية المين ما تخيل ناحية المين وبتشوت بيدك اليمين فزاوية الزاوية هتبقى دايقة جدا يعني زاوية الرؤية أو الهدف هتبقى صعبة وإنت في المهارة الأقوى إن دايما كانت تنسامح كان يشوتها في الدقيقة كمانا لا في العكسية دايما لوك ده يكسب رسك يدو في العكسية تايلبون مستني الكرة باللغة العمية كده ماسك في عرضها والكرة منها التاني آه الله يعني دي فكانت اختراع يعني آه اختراع كنتش واتطورت بعدك مش مباملة كابتين احنا بنشكرك جدا جدا مبسطين آه مبسطين إن احنا سمعنا صوتك وإن شاء الله تتابع والله يعني أنا بحييكم بحيي الجمهور كله والنادي الآن ده بيتي ويعني أكيد آه وفعلا مشتاء إن شاء الله بإذن الله منزل إن شاء الله بجازوركم بس لدي عرى أكيد من غير أي برنامج والحاجة لازم هتنزل قريب لا تنورنا لا والناس حابة تشوفها ككافة الليه من غير برنامج بالعكس يعني يعني إن شاء الله نعم طب نسأله عشان هو الراجل لازم يكون متواجد يعني حتى الناس حابة وإنت أسطورة من أسطير قرط اليد الناس حابة تشوفك على شاشة قناة النادي الأهلي وفي بيتك في النادي الأهلي لأن كمان حضرتك بتدي نموذج للولاد الصغيرين يعني ده كمان نموذج واضح قدامهم لعيب كبير أسطورة من أسطير قرط اليد يكون نموذج ويا ريت شاركنا في قناة النادي الأهلي يعني إن شاء الله إن شاء الله أنا متشكر جدا ويعني وبشكركم وبشكر ريحيا وبشكر ريشايا وبشكر الناس كلها وفتحيك جدا بالمداخلة ديت وإن أنت يعني أدتوني الفرصة إن أنا أسلم على الناس صاحباتكم على رأسنا جب شكرا جزيلا لك بعد الفاصل لسه مستمرين في البيت الكبير فضل مرحب بحضراتكم مرة تانية وخلينا قبل ما نكمل حوارنا الرائع مع الكبات عن كاس العالم لكورت اليد نحب طبعا قناة النادي الأهلي خالص العزاء للفنان الكبير بيومي فؤاد في وفاة والده الله يرحمه خالص التعازي للفنان الكبير محب النادي الأهلي وإن شاء الله تكون آخر الأحزان يعني وتحياتنا وعزائنا لأسرة الفقيد منرجع تاني للكبات وكنا بنتكلم مع الكابتن سامح وحاخد جزء صغير من اللي قاله وحربطه بالبطولة اللي هي بدون جماهير كابتن سامح قال احنا في فترة من الفترات كنا باللعب ألمانيا وألمانيا إحدى الدول الكبرى في كرة اليد كان بيلعبه كان متأخر بأربع أهداف بالرغم ما كانش فيه جماهير لكن اللعيبة جمعت وأصر له وفعلا فازوا بالممرة ده رسالة كمان إن شاء الله توصل للعيبتنا رغم عدم وجود جماهير إن هم قادرين إن شاء الله حتى للوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة يا كابتن إن شاء الله يمكن يمكن كابتن روبرتو من ضمن المهم بتاعته في الفترة دي هي الحتة دي اللي اللعب هو مدير فن المنتخب مدير فن المنتخب في وقت الحال من ضمن المهم بتاعته إنه هو دلوقتي تركيز اللعيبة في الجو المحيط للملعب اللي هو أنه أنتوا عارفين إن الملعب شكله كبير لكن هيبقى فاضي ودي حاجة بالنسبة للعيبة جوه الملعب شكلها مختلف يمكن في التليفيزيون موضوع مش هابان خالص لكن جوه أرض الملعب ملعب كبير وملعب واسع ومدرات كبيرة طبعا ديت ديت لو مليانة طبعا موضوع كان هيختلف بشكل كبير أوه وزي ما حصل في كاسة العالم سنة تسعة وتسعين تسعة وتسعين في مصر ف تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين الموضوع ده هيبعارفوا أكتر بكتير وانت عارف يعني في جماعية وقاعدة وبتشجعك طبعا هو ده العام اللي احنا نتكلم عليه ده اللي انا هبتدي يشتغل عليه نفسيا ان انا هبقى مقاكل اللعيبة كويس اوه ان احنا هخل بالكونا نحن نلعب قاعة على أرضنا وناس كلها كأنها كأنها موجودة جوه الصالة لكن انت عارف كويس اوه ان يفيش حد موجود لكن انا متأكد ان احنا لعبتنا عندهم الكدرة وعندهم الحافظ ان احنا بنلعب الكاسي العالم ده وعلى أرضنا فهيطلع كل الطاقة اللي بوجودة جوه عشان يقدر يعملها جوه طبعا وهم حاسين بالسوشيال ميديا وحاسين بالحاجات التشجيعية اللي بتحصل يومين دولت او بالفيديوهات اللي بتحصل اعتقد ان شاء الله حتى ينكروا قربوا من اللعيبة ومعرفته بيهم عارف كويس او انهم عندهم بوتانشيال انهم يعملوا كلام طب يمكن حتى كابتن سامح قبل الفصل كان بيكلم على عدد المحترفين وقد ايه ممكن يصنعوا الفارق في البطولة دي بشكل عام لو تكلمنا عن عدد منهم طبعا بنتكلم عن محمد سند محمد سند في فرنسا في نيم بيلعب محترف هناك علي زين محمد ممدوح بنتكلم كمان عن يعني قيمته حجم حرس مرمى اسمه كريم هندان حرس مرمى طبعا المنتخب بيلعب النهاردة في كوستر روماني فكلموني عن بقى وجود التشكيلة دي وجود العناصر دي في المنتخب لاي مدى يفرق وان شاء الله يا رب يعني بعد ربنا يفرق وفتحي البطولة كابتن محمد هو طبعا زي ما حالك ذكرتي حرس المرمى في كورة اليد هي من اهم المراكز واحنا دايما نقولها حتى كمدربين حراسة المرمى خمسين في المية من الفريق دي الكلمة المتداولة بالعامية ما بيننا كمدربين من احنا حتى العيبة صغيرية ولكن انت حالك لما تيجي تبص دلوقتي لأوروبا وتطور كورة اليد في العالم كله هتلاقي اساس اللعب كله دلوقتي هو الدفاع القوي الحراسة القوية والهجوم الخاطف كونتر اتاق ده اهم حاجة في كورة اليد احنا من دمن الموزات ممكن اتكلمنا في اول بداية الحلقة اتكلمنا عن فرص مصر وان احنا ان شاء الله متفقلين ومش في ان احنا بنتكلم الكلام ده مجملاتا او امنيات فقط لغير لان احنا بنامتلك حراسة على اعلى مستوى يعني لو بنتكلم عن كريم هنداوي بنتكلم عن عصام الطيار بنتكلم عن عبد الرحمن حميد بالزبط حراسة على اعلى مستوى بنتكلم هنداوي اللي احنا عندنا من نجاح وده من ضمن العوامل ان شاء الله اللي هتساعدنا في هكاس العالم من ضمن النجاح اللي عند مدارب ادوات تقدر بانماط مختلفة تغير اسلوب لعبك مهو ممكن الصايل كريم هنداوي في طريق الصد تعته ممكن تمشي سي مثلا انا بتكلم على سبيل مسال تمشي مع كوريا ممكن في الاختراقات هو كويس ممكن تصويب من من خلق التسع عمطار يبقى افضل فيه مثلا الطيار او حميد فانت ازاي بتقدر توظف تلت حراس عندك انماط مختلفة من الحراسة فبتقدر توظفهم على كل مباراة انت محتاج مين مسال في بعض المباراة بقى حس لما بيكون فيه دارب الجزاء حارس المرمى بيتغير واحد يخش ويدومك يصد ويطلع بي بيها عاملين يعني عامل ان هو بيبقى فيه سقع وفيه حارس مرمى مميز في دارب الجزاء وفيها جزئية تانية فنية برضو ان ممكن يكون الحارس اللي واقف في حراس المرمى ماشي كويس جدا على مستوى عالي في المباراة دي وماشي كويس ومش عايزه وقعه نفسيا بدارب الجزاء خرجوا بقول تاني خشوا ويكمل انزل تاني يكمل المباراة فحضرينك بتقول ان احنا عندنا تلت حراس عندهم عندهم تشكيلة وكل واحد مميز في حاجة فبالتالي ممكن تقابل اي مدرسة تقدر تدفع بيابه اتلت حراس على اعلى مستوى وده برضو لما نيجي ننتقل للعيبة بقى هنجي نتكلم نفس الطريقة انت عند حراك في كل مركز سواء بقى اللعيبة المحترفة او اللعيبة حتى المحترفة تربع على المستوى المحلي او في المطرف المصر او محترفين داخليين انا كمان عايز اوصح لك موطة اتكلم فيها كابتن هشان في اول حلقة برضو قالوا هي بطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للشباب دي اكسبت الولادات دول ثقة كبيرة جدا جدا في الحقيقة الدولي عكس ما هي كونش هو محقق على المستوى الدولي ممكن يكون شارك كاس عالم لكن ما يكونش عنده السماءة الشخصية اللي يقدر ينافس على بطولة عالم كبار لكن ما اكسب بطولة العالم وتحقيق المركز التالت في الشباب في بطولة العالم ده اكسب اللعيبة دي كلها ثقة عالية جدا خبرات فانتحدك عندك بالزبط عندك الشباب الولاد الصغيرين اللي هو فيه مزيج ما بين الخبرة او اعمار السينية الصغيرة ولكن عندها ثقة عالية جدا جدا ما تيجي حركة تتكلم عن اللعيبة مواليد الفين ومواليد تبانية وتسعين هم لعيبة على مستوى بيستفيدوا برضو من الخبرات العالية جدا من اللعيبة القديمة طبعا فدي ميزة وبرضو في كل مركز وكسروا حاجز بقى الخوف من الدوريات او من اللعيبة الكبيرة او الفرق العالمية فكسر ما هي دي الخبرات الدولية صح لان مش كل لعيبة كويس هيبقى عنده الخبرات الدولية او الثقة في النفس او الثمات الشخصية اللي اتأهله صح يلعب بطولة العالم صح فانتقريدي الولاد دول عندهم بقى عندهم ثقة في النفس وثقة عالية جدا في النفس وما فيش حد الموجود في المنتخب دلوقتي ما عندوش السماد داي يعني كل اللعيبة اللي موجودة اللعبت ما بين كاس عالم كله ما بين كاس عالم شباب او كاس عالم كبار فدي الخبرات اللي احنا منتكلم عليها المحترفين واللعب العادية ده اي ده اي عندنا مزيج كويس يعني مزيج كويس كمان جوة بقى لبا حاجت خشي جوة في الحتة الفنية هتلاقي في كل مركز نفس ما تكلمنا عن حراس المرمى عندك أنماط مختلفة ايه اي تاج بقى اهم مركز هذي قلتلي مركز حراس المرمى خمسين خلال لو كلمنا عن اهم مركز احنا بنتكلم في اللعبة جماعية كورة اليد جماعية فانت عندك الست مراكز بقى كده مهمين انا بتكلم في الاسباب الرئيسية في حراس المرمى احنا لو كنانا من شوالة ما تكلمنا عن مدرسة اسبانية قلت الحلاك مش عزين نخش على مستوى يعني مش عزين نخش في حتة فنية قوي ولكن احنا وصلنا لها بالمناسبة الكلام النهاردة برندو من فكر المدرسة اسبانية ايه هو ازاي لما بيجي يلعب على منافس بيلعب على توجيه اللعب المهاجم في المساحة اللي هو عايزه يصوب منها يعني انا لو مدافع مدافع على العيب انا عايز اوجهه مش عايز التحل انا عايز اقف وقفة معينة عشان اقطع مصار جاريو عشان اوجهه يروح يصوب من النقطة دي عشان لما يصوب من النقطة دي حرس المرمى واحد زاوية معينة والبلوك واحد زاوية تانية فالعمل الجماعي ده اللي بينجح تمام بتفكرني بدايما المدربين معلش يا سام بيقولك دايما اللعب لاشور وجهوا نوحة المين نوحة الزاوية الضعيفة بتاعته وعلى اساس لو راح نوحة المين اكيد حيبقى الناس مستعدة ان الكورة هتقرب بشكل وحش او مش هتديله نقطة القوة بتاعته هي دي النقطة اللي هو شغال عليها حاليا دي مدرسة اسبانية بالضبط هنيجي عن الهجوم برضو المنظم هتلاح حرك في كل مركز برضو عند حرك الانماط المختلفة اللي انت تلعب بيها في اي مدرسة بتقابلك يعني لو جينا تكلمنا على على الباكليفت مثلا او السنتر باك او اي حد هتلاقي فيه فيه تلات لعية مثلا واربعة لعين لو جينا كلمة باكليفت سواء فيه يحيى الدرع او حسن قداح او علي زين او فيصل هتلاقي كل واحد ليه مميزات اللي بيصوب من تسع ببرة تسع امطار كويس اللي عنده فوتورك عالي اللي بيجمع بين المهاتين لو روح تتبقى رايت هتشوف نفس الكلام هتلاقي احمد لاحمر مهاريا عالي جدا مش محتاجين نزايا ديان على احمد لاحمر يعني اسطورة برضو من اسطور كورتليات ولكن هتلاقي برضو معاه يحيى يحيى خالد محترف فيسبريم المجري وعمل شغل كويس جدا جدا في الطولة كوبة عيب على مستوى عالي جدا بس برضو بيصوب من برة عنده الفوتورك العالي في محصر رمضان اللي عملنا في الاهلي ومنتخب 98 اللي حصل على تلات عالم بيصوب من برة كويس فانتك هتقدر تستخدم الادوات دي كلها على حسب زي ما تحقق بقى السيناريات ودراسة الفرقة اللي قدام انتهتين جعبية حصلت فعلا حصلت في بانة ايو في ماتش تونس في نهائي افركة احنا كنا طول عمرنا عندنا المشكلة واحنا بنلاعب في فرق زي تونس او شمال افركة عندنا دايما قوين كد في تونس طبعا بالنسبة للهندول لكن دايما كان عندنا المشكلة بتاعت انحنا يععمل الماتش الماتش على ارض ولا ارض دايما اللي على ارضه بيكسب على ارضه بيكسب بنسبة كبيرة بنسبة تسعين في المائة ده اللي بيحصل ده. على ارضه بيكسب. فاحنا المطش الاخر بطولة كانت موجودة كانت على ارض تونس. لو 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 رجعنا المطش مع بعض انت ما فيش مطش بالسهولة بالسلاسة دي تمشي ان انت تكسب فرق تونس جوة تونس. في الصلاة بتاعت اقراض. على ارضها. اه. فالبان فيه شغل ملعب فيه تاكتك بيتعامل فيه حاجة فيه شغل ملعب مولود. بقى عندك حلول. بقى عندك مدرسة. بقى عندك ارض صالبة كده. نحن نشتغل مدرسة بتاعتنا. طريق الدفاع بتاعتنا عارف معروفة عاملة ازاي. هنقفل على على المهاجمين اللي قدامنا عاملة ازاي. وهنلعب في فاست بريكات ازاي. احنا في اخر مطش و احنا ملاعب تونس. الفريق بتاعنا بيجري فاست بريكات بس. يعني في اخر الشوت التاني تقريبا كل كور فاست بريكات. احنا جبنا حوالي سبعة اتمن جوار. جوان يعني فاست بريكات في الفترة الاخيرة. سكور اول مرة يوصل كده. في تونس. العناصر دي تبقى قادرة على ان هي توصل او تدخل المربع الدهبي زي ما حصل في المونديال فرنسا كده. بما ان احنا بقى عندنا العيبة قادرين دلوقتي ان هما في الشامبينز ديج ان هو يبقى قادر ان هو يوصل وينافز للمربع الدهبي ويوصل لسيمي فاينل او كورت الفاينل. عندنا ان احنا ان شاء الله هنقدر نعمل كلام ده. ومش بس كده اعلى من كده. انا متفاقل خير. هو طبعا كان افضل مركز لمصر كان المركز الرابع في الفين واحد. الفين واحد فرنسا. ان شاء الله واحد واشتين نقصر ان شاء الله. ان شاء الله. كلنا متفاقلين. حابب مع حضراتكو سريعا كده نقول كل مجموعة ومن خلال خبراتكو مين الاقرب للوصول او اتكلمنا افضل افضل الفرق اللي فيها. نبدأ بالمجموعة الاولى المانيا المجر ارجوي والرأس الالطر. كابت النحام. اه اعتقد اللي هيصح بالمجموعة دي المانيا اللي انا بكلم التمهيدي للرئيسي. التمهيدي للرئيسي. هيزهر المانيا المجر ارجوي. يعني بالترتيب. بالترتيب يعني دول التلاتة. المجموعة التانية اسبانيا تونس البرازيب لان. اختلاف ايسا بس اختلاف. محامل المجر في الفترة الاخيرة ما بين مجر والمانيا يعني مش متساوي. الفرات مش كبيرة. اه لان المجر وصلة فيها فرقتين من من فرقة المجر ووصلين شامبينز ليج. طب سريعا جدا كابتن نشام. احنا طبعا كده كده بنتكلم عن اول تلات فرق هما لا يصعدوا. مظبوط صح. ساعة كله وطور التمانية. والمجموعة اللي بعد. المجموعة اللي التانية اسبانيا تونس البرازيل بولندا. اه. يمكن برضو شوية مش مش معروفة اول ان بولندا فرقة تقيلة مش فرقة عادية. وبرازيل وتونس فرقة. تعتبرد أقوى المجموعات ذات أقوى المجموعة هل يطلع أسبانيا؟ أسبانيا. أنا أقول بولندا وثنانيا وتونس أو برازيل. كسابتن محمد كروتيا وقطر. كروتيا وقطر اليابان أنجولاد. أعتقد كروتيا وقطر واليابان هم sociais. كروتيا قطر اليابان أنجولاد فرصها أهل الفرص. ما أولى في المجموعة دي. طيب المجموعة الرابعة برضو بالنسبة لها الدنمارك الارجنتين بحرين كونغ والديموقراطية كابتن يشان. هتبقى الدنمارك والارجنتين وابنسبة كبيرة هتبقى البحرين طبعا. والارجنتين عاملة زي الفرقة البرازيل زي ما كنا لسه منتكلم. برضو. في طفرة جبيرة جدا. طبعا. فهم مش فريق العيسي. اه. كابتن محمد المجموعة الخامسة لنرويج نيمسا فرنسا امريكا اعتقد دي مجموعة قوية جدا. مجموعة قوية جدا. وهيبقى فيها مباراة يوم الخميس القادم النرويج وفرنسا دي مهمة جدا جدا. فرنسا مع? مع النرويج. مع النرويج. مع النرويج. بس اعتقد اللي يصعب مجموعة دي نرويج وفرنسا والنيمسا. امريكا أقل فرص شوية. طيب السادسة سريعا جدا كابتن يشان مجموعة السادسة. البرتغال الجزائر ايزلاندا المغرب. اعتقد البرتغال هتبقى رقم واحد. جزائر ايزلاندا. ايزلاندا بردو بقالها فترة طويلة. كيرف بتاعها تحت. مش مش عالية او مش قوي هوي. فأعتقد بردو هتبقى ممكن الجزائر وايزلاندا. يعني يعني الفرقتين. بس البرتغال رقم واحد بردو. البرتغال رقم واحد بردو. او المجموعة. برتغال جزائر ايزلاند زي ما هو محتوظين. المجموعة السبعة انا هقول من. انشاء الله مصر واحد السويد اتنين. التشيك تلاتة. او تشيه اللي برة. او Cada quello. انشاء الله. انشاء الله. يا رب يا رب. بهم اخر مجموعة. هي المجموعة التانية الدمنا بين سلوفينيا بلاروسيا الكوريا الجنوبية وروسيا كابتن هشان. اة كوريا الجنوبية برضو فرقة مش مباي Juicexa خالص اعتقد انها عاملة اه طفلة. بس طبعا سلوفينيا وبلاروسيا هيبقى فيهم لايهم نصري بأكبر. يعني سولفينيا رقم واحد. آآ كوريا ممكن بعد كده بعد كده في الثالثة اللي هي. وروسيا بكربة بتاعها انت بتقول نازل. يعني مش آه. آه. بس في كاس العالم ما ما نعرفش التحضيرات عاملة ازاي قبل كاسة عامة كله بيغطي. كل السنوريات مفتوحة. كل السنوريات مفتوحة. نتمنى التوفيق طبعا لمصر اولا وان شاء الله ربنا يكرمنا بازن الله ببطولة نكحة على المستوى التنظيم مصر قادرة وفعلا هنشوف ان شاء الله بطولة على مستوى التنظيم نكحة وان شاء الله نشوف منتخبنا بيكسر حاجز الفين واحد ونوصل ان شاء اللي المباراة النهية بإذن الله. ان شاء الله بطمنا بطمنا الجماهير موصل ان شاء الله الكاسة العالم ده ان شاء الله هنعمل فيه لكم. يا رب بنستمتع بمشاهدة المباريات من يوم تلاتاشر بعد بكرة اليوم واحد وثلاثين يناير على خير ان شاء الله ومصر اتحقق. بنشكرك كابتن شكرا جزيلا. تحقق يعني مركز مركز متقدم في هذه البطولة احنا بنشكركوا جدا مجاهدينة. يوم اللي اربع نتلاقى في البيت الكبير وبنتمنى طبعا اكيد بكرة الفوز للاهلي قصاد الانتاج الحربي بالتوفيق لفريق النادي. الاهلي نشوفك يوم اللي اربع من عشر الواحد. محمد شكرا جزيلا. نورتونا.